لقيت تاني يوم في الجرائد يمان راحل في 30 مليون دولار. بتنط حاجات مهمة قوي. ما انا بفتكر بقى ما انت انا عمل حادثة اصلي. انا عدت فترة الحادثة دي. اليوم الحادثة. عابلها بيوم. فاكر كل حاجة بعد الحادثة بتلات شهور مش فاكر حاجة. انا سلت بتحكيلي فيلم صراحة. سيفيولاي قطر بياخده كرة. او زيو. او زيو. او زيو. دي من الحاجات اللي قلت فيها والله غابي قوي من الحاجات اللي هي اللي هي اللي هي ندمان عليها. فالنازلة دي لما نزلت بقى طالع من المطار ده اللي بدأ يجيلي بقى الوعي تاعي. انت هناك سوبرستار. في مطرة روحت فيها انا اقولك انا كنت مستقرم اللي بيحصل لي. اكلني الم على وش زي الفول. مالش خير السابعة واحد. تموت خيل الموتش ده لو بتلاقي في مصر هنا او في سوشيال ميدا. بص ان عشت في الطوب وعشت في ده. ومش فارق معي. الحمد لله عايش وصاحب بصمات حقيقية في الكرة المصرية. واعتقد ان جيل في اجيال يعني من ضمنها الجيل بتاعي كان هو واحد من اهم نجوم الطفولة في وقت من الاوقات يعني. في منتخب كان بتلتف حول وجميل الكرة المصرية كلها. وكان اعتقد انه كان نقلة يعني منتخب ده في تاريخ الكرة المصرية. حشان ما طولش عليكم معي واحد من نجوم الكرة المصرية كابتن محمد اليماني مساء الفلة والكبات. مساء الفلة انت واحد من نجوم طفولتي. فعلا. فعلا حقيقي يعني. لان انا كان عندي 13 سنة وقت كاس العالم بتاعكم بتاع رفين واحد. رفين واحد او. معكات الشوء غريب. ومع ذلك يعني برغم ان انا متشاط دي ما عادش مساء اتفرجت عليها بعدي او حاجة. لا انا فاكر ممكن اسمع لك مساء الحداشر. اللي هو يعني حسين امين بمحمد صبحي بابو مجد مصطفى بحمد ابو مسلم بحسان بغالي بجمال حمزة الاعتراوي والاعتراوي طبعا. وحسين امين برضو. بس ساعة اخر بلعب ليبرو. اه تلاتة ومكات الشوء كده كده. فيعني الجيل ده بصراحة كان متعة. بجد كان متعة. وهنتكلم اكتر يعني طبعا الموضوع دوت. ولكن انت تحديدا مشارك كبير بتاعك كبير ومتنوع وفي اكشن كتير. ده في اكشن كبير اوي. اوي اوي فعلا. اه فاعز اعرف الاول انت البداية كانت ازاي وجمهور مشت معاك ازاي. بص البداية اولا كنت في نادي القناة كنت كان عندي خمس سنين. انا روحت انا وصحابي كده بنعمل الاختبارات. عالي صغيرة مش فاهمني اي حاجة. عالي صغيرة بنا مش فاهمني اي حاجة فدخلت الاختبارات وقبلت. ولعبت في نادي القناة اربع اخمس سنين هناك. دي ناكت حلوة. بس كابتال غريب عفتاح الله ارحمه يعني اكلني قلم على وش زال فولي. ده انت عندك كم سنة ده. كان عندك عشر سنين. القلم ده هو اللي غير حياتي كلها. قال لي مش انت معندكش مش نعطي عفو انت مش لعيب كورة. بس ايدي كانت الشمال كترشة شوية. ومشاني من النادي والله. في وقت عامات اختبارات في نادي اسماعيلي كان معكاد سبيل مراعي. الحمدلله قبلت. بيتلعب بقى ضد القناة. ديربي. ديربي. اجيب بقين او اثنين ونكسب. كده. ازاي ده يمشي من القناة بتاعه وحصل مشاكله. فالحمدلله يعني مش عايز اقولك ده هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو الحياتي. بدأ مشواري مع الاسماعيلي بقى وبعد كده متخب مصري النشئين مع كابتن ابراهيلي موسيف الاول مويد 280. كان في البداية كان عمر صلاح الكابتن الفريق كان كابتن ابراهيلي موسيف اختاره. بعد كده حصل تاتش كده او حصل حاجة مش حصل حاجة مع عمر صلاح. مكادش لطيفة يعني. فبعد كده كابتن ابراهيلي موسيف في الدين الكابتنة. فالعيدنا اول ما تشمع بوركي نفسه وما تاهلناش. فالكابتن انشاء وغريب اخد العيب المميزة المميزة اللي في متخب 82. والتانى والشيتوس وكان ملعب تانى وعاد المصطفى والشيف اكرامي وامير عزبي. تمام يعني المنتخب بقى بدأ ازاي عشان هي دي الحتة طبعا الجوهرية. المنتخب 82 الاول. تمام. كان كامل مع كابتن ابراهيم يوسيف. حلو. كنت انا من ضمن المجموعة الاختيرة لت معكابتن ابراهيم يوسيف في المنتخب ده. كان بيختارهم من المنتخبات اللي هي البحري والكده كنا بنعمل دورة في اللي هو قناة وبحري ومش حرف في متخب ايه وكده. متخب القيارة ومتخب الجيزة منتخب بحري. عملنا دورة كده في المنصورة احنا كسدناها المنتخب بتاعنا وكابتن ابراهيم يوسيف اختارنا وكام لعب تاني. بعد كده كملنا في المنتخب ده للاخر. بس طبعا ما تأهلناش في اول موتشين. اختنا وميدو وكزا حد يعني. وميدو ده يعضر بالجزاء في الفترة دي. ده كان عنده عنده كم سنة. كان عنده اربعتشر سنة. ولعبته دولي. سانية واحدة. اه اكتر بتاع. لا احنا جمعنا اربعتاشر لعدنا ستا عشر سنة. يعني منتخب تحت سبعتاشر سنة. اه تحت سبعتاشر سنة بالزبط اه. لعدنا كده في البطولة دي. بس طلعنا من اول موتشين. يعني بركنا في السوماتشي الاولاني يتعدلنا هنا على ارضنا. بعد كده موتشي تاني يتعدلنا هناك. وخصرنا ضربات جزاء. اه. بعد كده كابتشي واغريب اخد لعيبة مميزة طبعا كنت انا من ضمنهم. وكان مننا ما كابتشي واغريب. جال احترافت انا قابليها قبل احترافت اه سنة التسعة وتسعين. في ستاندر ليجي البلجيكي. اه. وساعتها كنت لا الاول حاجة طلعت مع الاسماعيلي فريق اول. ايو. موتشي الالمونيوم. كنت تعدل احطيه يغطي في الموتش ده. بعديها رحت اه. سفرت احترافت. كان جيه عمي وبتاع رحنا كبتاع لابو جلشة اللي انا قاله اللي محمد عايز عمي العمرة وبتاعه وكده. يا ولد هقول لك بعد كده حصل ايه? المهم فالكابتان عامي طبعا عارف عمي وعارفه من زمان والدي وكان بالعب كرة مع بعض زمان. عشانتم اسماعليه. اسماعليه وبتاعه وكابتان عاني نجم كبير رح كلنا بنحبه يعني. طبعا. بس تقريبا كان عارف بس ايه اللي هو كان. اللي هو عادي. بمزاجه. عشانه هو نجم كبير. مهم سفرت وبتاع يعني العمرة طويلت قوي شهر اثنين تلاتة. فين? بس بس انت كنت عندك عقد مع الاسماعيلي ولا كان لسه? لا 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 كنت فري. معاشي كيف سفرت. يعني ما كانش لسه عاملوك عقد. حق رعاية بس الهديف حق رعاية بس. فهده كانت بالنسبة للوكيل الحق ويسة. طب الوكيل ده كان شافني اصلا في ماتشين مع المنتخب كانت نشاو غريب في آآ المغرب وتونس. حلو معشان كده التفاصيل دي بقى مهمة. اه ما هو شافني. كانت كن عندنا سافرنا مغرب وتونس فالوكيل ده تابعني في في فالما اخد رقم والدي والدي كان عاش في ايطاليا شغال في ايطاليا. اخد رقم تليفونه وقعد يتواصل معه. يتواصل معه. بعث له وفيز وتيكت طيران من من باريس سان جرمان الاول. فرنسا. من باريس سان جرمان. اه. لمحمد اليمان. اه الاول. فعلا. اه ده حقيقة. روحت لنكب الاول في باريس سان جرمان. هقول لك اللي حصل بس بالزبط. فالمهمة جيه وزي ما بتنط حاجات مهمة اول. بفتكر بقى انت انا عمل حادس اصلي. فكل اي حد يكليني يقول له انا عمل حادس. عشان كفر دباغي. اوكي. فالمهمة فا. بعط لك الاول من باريس سان جرمان. اه. وتيكت طيران وكل حاجة رحت اناول دي خدنا طبعا بعد ما عملت قصة العمرة دي وبتاعه وخدت خدت من كابتن اه. ان انا متغيب الفترة دي وبتاعش انا راح تروح طبعا على باريس سان جرمان. اه. في البداية كنت كويس لعبت مع اوكسير ومش عافلة مع مين. اه. اه. في تدريب كوتو كويس بس فاهمش مش الفورمة تاعتهم او بس كويس. مع الفريل اول? اه لا مع الهول. مع نفس الفريل اول بس نفس اللعبة اللي تنزل تلع بتاحت. فاهم. اه. الصف الصف التاني اه. صف التاني بس هو الفريل الاول. فاهم. اللي هيب اللي هيب اللي هيبت لعبشه كتير بيعنزلت المرات تاحت. بس همو ريزيرف يعني. اه. اه. المهم اللي عايته عاماتش كويس. فكان الوكيل مش ياخد فريلس كويس. اللي اللي بتاعي اه. شكتش جامدة اوي يعني. فاخدني موادين على ساندرليج. هو اصلا كان لعيب قدين في ساندرليج. وكان رئيس الناس مولوشيان ودونو فريلو. كان راجل ايطالي كان مافيا ايطالي. حاجة بقى محترمة. حاجة فامل لو عنده طيارة بتاعت. وحاجة بقى حاجة غريبة. المهم روح تلاعيب تمام هناك. الموتش الاول. تاني عملي جيف جوان وماشي كويس قوي. بتكلموا علي قبل ممضي. يعني الناس السحف هناك كلمت عليك قبل ممضي. اه بترقصه بسهولة. لو انت جمان لو انت لو انت مهاري مع ان هما بيخشوا مدفعين. ايو. وانت مهاري وعندك سبرينتر وكده 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 سريع وقوي كمان. جديد تبقى حلوة بالنسبة لهم. تاكل عيش دي. قوي فكتماشي معي حلاوة. والله كتماشي حلاوة. اكسم بلا. تعمل كده لنفسك انفرانة وجون. وانت بترقص واحدة مبالعبار باع باع تنين انت الموضوع بالنسبة لك. اه وفيش لبرو. خلاص جون جون بالعرض او معاملت كده نشوت وعملت شب صغر جون متزحلة وانت حالة شكلك حلو قوي. الناس سماعت. اليماني بقى مش عارفة. اليماني اليماني بقى كده مومو عشان اسم محمد بصعب بنسانهم بيقولوا مومو مومو على طول. مومو. تمام? لعبتي تمام الحمد لله. موضيتها عقدة كويس الحمد لله. اه طب عبليها بقى. عبليها قبل كالتصدي كلها انا ضغيبت كتير عن اسماعيلي. بالزبط. فالكابتن عرب جوش راح اجيب كل اللاعبة بقى اللي هم صحابي كلهم. يستوجب واحد واحد. انا جبت واحد يعمل تستة بعد ما انا سفرت. اول اتنين جم. ميدو واحمد الجمل. جبت واحد يعمل تست فين? ميدو جي لجنتواز. راح لجنتواز يعمل اختبارات هناك. كان الوكيل شافه طبعا في ماتش فرنسا. هو هو الوكيل ده هو وكيل ميدو برضو? هو اسمه روجيها روتين. روجيها روتين. تمام? كان في ماتش مع فرنسا ودي. بس كلام ده بعد ما انا هقول لك كس كلها بس مش دلوقتي. يعني هعجبها لك واحدة واحدة. خلينا بس في اللي احنا مش في ميدو دلوقتي. دلوقتي كابتن عرب جوش راح اجيب كل صحابي بقى. استجواب. استجواب بقى. اليماني فين? اه الوحيد اللي قر بقى وقفشه. احمد الجمل. هلو اجامل اليماني فين? قالوا اليماني فين? بلجيكا كابتن. لا 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 خالص. هلو راح يبلو امر في فرنسا. كل طبعا للرجالة دي. اه. بعد اما عملت الحركة دي. كل الرجال الاندلس عليهم. ماضوا عقود بتلات تلاف جنيه في السنة. ايه. تتخيل الموقع فقط. كله ماضي عقود بتلات تلاف جنيه في السنة. اه. اللي انا ساعتها في فترة ريكو التنموات قاعدة باخد عشرين اف جنيه في شهر. فهمت القصة ومتخيلها. في هناك اه. كان ساعتها من تمديني. اه. خلاص. اه. كنت حلوة. فبس فالموضوع الحمد لله كملت وموضيت اه في ستاندر الليجيو بتاع. وكملت كنت انا هناك قبل ما كمل تمتشر سنة. عاد شهرين كده بلعب وبتاع لغاية تعمل تمتشر سنة. مضيت عقد. كنت نازل عشان اعمل اقامة. عشان ما ينفعش تعمل عقد قبل تمانتاشر. اه. ده رول زي. اه. فهم خلوني عدناك. حتى الفيزا بتاعتي هم هم طولوها. مدوها بقى. مدوها. اه. وكده. فانزلت كان فيه مع باريس ان جرمان. اه سوري مع منتخب فرنسا. كان بلعب سي سي ساعتها في في الماتش ده. اه بالضبط. ماتش ودي مع منتخب فرنسا الفريق الاول. لأ. منتخب الاول. اه. اه. انزلت عملت ماتش حلو قوي. جاء لجيت الجول. كسب نواحد سفر. ميدو نزل بالضبط شو التاني. عمل لعبتين في ماتشو. قلب الدنيا. كان بيتفرجتها برضو مين? كان ادوارد اللي هو شغال مع روجير. اوكي. ميدوها هيجي خلاص هيجي. انا بقى فاشت لازم احمد الجمل ليجي. احمد الجمل كان انتين. لازم يجي معه. اه اه. انت قاس تجيب صاحبك عافية. عارف لايك كويس. اصلا اعرف الجمل من صغره. عارف ان همشي مع الناس دي. بس الجمل يعني كان عمل حت حرقة غبية اوى. جاي مصاب. اه. يعني انت هديك تعمل ايه? يعني طب كتصبرت شوية قلت اي حاجة لا اجيه. فمش قادر يجري. مش قادر يجريهم. مع ان الجمل لو فاق كان لعب عليهم. كان اكل عايش عليهم. هو الاي كويس. مقدرش يجريهم طبعا. هم اهم حاجة بالنسبة لهم. اه. شكرا. اه. شكرا. اه. اه. لكن ميدو تمام. والبست الليلة طبعا لنا. شلت المصريف كلها. مشكلة. لا ميدو ما شاء الله. بس ميدو كان رايح على لجنتواز. انا جيبت الجمل عندي في ستوندر ليجي. ميدو رايح لجنتواز. جنت. اه. احنا بس بالفرنسية او لجنتواز او جنت احنا بالنسبة لنا. احنا احنا هنا. انا في التجمع دلوقتي. المهم ميدو. انا بديني مساعد من رايح ان شاء الله. طبعا ميدو. بس ميدو اصلا. ميدو حلوته اللي هو ولا بيتكسف ولا بيخاف من حد ولا بيفرق من حد. ممكن يخش في اي حد. يخلقوا اثنين عادي. عشان كده ده اللي بنفى معاهم على الاجانب. ميدو كان في حتة كلها عنصريين. اوكي. اللي هما بتكلموا فلمش دول. انا اللي بتكلموا فرنساوي. ترى تبقى هم مغربة على توانسة على جزرينة على ترقوة. الناس كلها اجانب. الدنيا حلوة. ما مفيش تعارب الفسطوم الدنيا عادي. وفيه جوامع الدنيا حلوة. كلمت اللغة? اه بكلمت اللغة. اه بكلمت اللغة. اه بكلمت لأ خلاص بقى ما احنا في ناس. طيب تمام. لا لا في البداية كنت لأ كنت بتاعت. انا بص انا كنت بس في الانجليزي. يعني بص اخش الامتحان بتاع كنت انا حتى احكي لك كنا بنمتحن انا وميدو شوتوس في لجنة وبتاع. مم. كنا بنغش وبتاع والدنيا كبايزة والله العظيم. كنا بنغشش الجمل غلط سقطه في الانجليزي. بقول الموضوع بتكلم على ايه? بتقول له بتكلم على الحياة. مكتوب له زانيل. النيل اه. انا كنت بس اجيب ملاحة وانجح في التاع. بس تعلمت فرنساوي اول ما روحت? في البداية جابولي جابولي بروفسير بس كانت كابنت صغنونة كده. بس راحة مكتش الموضوع وصل لي قوي يعني موضوع موش رضيف. يمكن استهل لي اكتر بعد الحادثة بتاعتي. يعني دماغي كانت زيره قوي ترفين بيابي صغير عندك فقدان زاكرة. مم. فداخل بقى بتتعلم الحادثة ده نجيب له. بس بس انت يعني هناك قصدي ما قدتش وقت طويل ما بتتكلمش اللغة. على طول يمكن لقط شوية. بس اللغة دايما ايه دايما اقول لك القصة يعني الصعبة. اللغة ممارسة. طبعا. مش 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 دراسة. طبعا احنا دست في العربي. بس عارف برضو اللغة نية. يعني انت ايه? لازم تنوي انك تتعلم. انت مش تعلم بالصدفة. انت لازم تبقى انت عارف. اجبالك من اخر يعني. اه. في البداية بتتعلم اول حاجة اللي هي. بكلامة البزيقة. ايه. هم يتسلوا عليك في الفرقة يعلموكم الشتايم وبتاعها. هيا دي. اه. زي في مصر هنا اول حاجة اي واحدة فريقية تتعلم الشتايم. ايه. ايه. فرحان بها او بتاع و احنا بتحك معاه. اه. باكية بيه الكلام. ايه. واللي بيخليك تعرف كلام اكتر اللي بتصحبهم. سواء ولاد او بنات يعني بتخرج مع دول مع غروب مسلا دي. هم دول اللي بيخليك تتكلم كتير. بتبقى انت خلاص بقى حابب بتتكلم مسلا مع ده او مع دي فعايز تعلم عشان تكلمه عشان تكلمه عشان تفهمه صح صح بيبقى الموضوع جاي كده غير بقى طبعا في ملعب صحابك وحبابك الموضوع بيبقى لطيف الملعب سهل عشان ملعب بخرج ايه فلا في اي سي اه اه كلام الكورة هنا اروح تعالى بس مش هيتكلم في ايه عارفش اتكلمش هيشورلك بس كده عالصبور انما انت بتتكلم في حاجة تانية خالص بتتكلم في حياة انت عايش في حياة بتنزل تخرج في كافية الناس بتسلم عليك اوتوغراف عايز بيتكلم معك انت معك سوبرستار في الوقت روحتي فيها انا اقولك انا كنت مستخرم بلي بيحصل لي انا كنت عال صغير عندي كام سنة اه 18 سنة اه معاي عربي زد سري معايش ايتي حاجة حاجة جميلة اه بص على جوننتين حاجت طبعا انا صغير وكانش عندي الكلام ده انا انا عايش ده اينس طبيعية الحمد لله مستوره عايش كويس بس مش مش كده والناس كلها بتسلم علينا في الشارع ولا بيجيلي تحت البتراميرو وتوغرافوات انا مش فاهم حاجة ايو انت فاهم القصة انا دي مش دماغي اساسا انا دماغي نقعد مع صحابي في الشارع ندحك شوعة ده نهرج هنا دي دماغي عرفت اقلب يعني لما لقيت نفسك فجأة الحياة تلفت بالشكل ده وايه صدمة بقى لا استمت نفسي على دماغي انا مليش دعو بالكلام ده كله للا كنت مرحب مع التراك وانا في الحي بتاعهم هناك كده في الجنينة هناك نفس القصة بتاعتي نقعد نهرج ونهيس انا مبحبش غير كده مليش في الجو انا بتاع اللي تقعد تعيش كده وستار له وتقعد في كافية وبتاع بقى انا كده يعني ايه كافية لو بتقعد في كافية بقى انت كده برنس ما هناك في كافية بس انا برضو بقعد مش في دماغي لا ممكن تصهر بقى ممكن تروح تيجيب لا انا كنت بصهر بس في البداية او مرتكش بصهر خالص كنت بص كده بعد الحادثة دماغي تشالبت لان كنت كانوا بيهم بيعملوا اللي هما اللي اللي هما اللي عايبتهم بتوعي فرقة مثلا النهاردة رحيم في 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 بروسيلز مثلا في نات كلاب معين تقعدوا في اي بي ايو الجروب كلهم مع بعض الناس تخشت معالكم اللي هو المعجبين بقى او هتتصوروا معاكم بس ده الحاجات اللي هي اللي بتحصل حلو الكاكورة بقى الدنيا مشيت ازاي لا كورة مشيت كماشا معاك وايس او في البداية قبل يعني كم جون ايه قولك لأ جبت بص انا جبت في الفريد الاول ما جبتش كتير قوي عشان بعد الحادثة اللي قصتني انما جبت مع الفريد اللي هو نفسه اللي عاديت معاهم جبت حوالي 25 جون انا فيه ماتش جبت خمس جون وهنافس الدول بتاع فيه الاول بس قبل ماتش على طول يعني الصف التاني من كل فرقة بيلعب قبل في بلاد كده فعلا مع عشان الارات جبت خمس جون في ماتش ناس كلها ستكزا بلعبت مع الفريد الاول شوية اه لعبت كتير مع فيه ماتش جون كتير بس جبت في الانتر توتو في اللازل اه انتر توتو شبه الكونفرنس دلوقتي اه و جبت في الدولي مش عارف حوالي مش عارف خمس ست جوان سبعة ثمانية كده فاهم مش فاكر الله تسعة مش فاكر فاهم كده والساعة مكش في الانترنتك مش في حد بيعمل لك الحاجات دي بيسجلها لك لا فاهم كويس كان هو موقع اسمه اجيب شامب ليرز بس حاجات كده لطيفة او كده فاهم عارف لو دلوقتي كان زمان راحت في حد تانية يعني انا يعني عايز اقولك حاجة انا بالنسبة لي دلوقتي طبعا انت معاصر جيل بتاعنا طبعا انا انا بقيت لي مبسوط اه لو انت هتتكلم في كابيتانو مصر عشان الجيل الصغير ده عارف محمد اليماني هتبتخالي الكصة انا بروح اي مكان دلوقتي او اي اكاديمية كله بيجير علي كابيتانو مصر بس اه كابيتانو مصر داخل على الانترنت شاف محمد اليماني مين بالجوان بتاعته بكاس العالم عارف اقول لك العاجة الاسيسة مرة كنت مع ولاد من الاكاديمية بتاعتي قابلنا بصدفة كابيتان طريق السيد اه عاصر طبعا فالولاد الصغيرين معايا كلهم ايه ده كابيتانو مصر اه اه يعني بقى طريق السيد بقى بتاع كابيتانو مصر اللي هو كلك من زمانك يعني اللي جايب في الكاميرا من الجن اللي معادة شان ما انا بقول لك فهي الجيل فعلا دوت اه ما انا مش داعه ما ارش حاجة اه معاصر لا انا انا عايز اتكلم عليه كويس طبعا سامي المخرج اه اه طيب ككورة اه زي ما انت بتقول ايه يعني سكن تيم قصرت الدنيا فيرس تيم لمسكوا واجبت جوان وكل حاجة اول ماتش اللي عايته مع فيرس تيم اول ماتش وانعان صغير صغير ساعتها مش فاكر اسمه ميدرب والله كان بس سواء كانت شخصية قوية اوي اه جبت جون كله بلعب هارل بيك الفرعة دي جبت جون وعملت ماتش حلو اوي راح اخدني معا نهائي كاس بلجيكا اوكي على طول خسرنا بس نزلني بالضبط حوالي ثلاثين دي او خمسة وعشر دي اقاف شوت تاني وضيعت كورة في الجند هالله احا وعملت ماش عال صغير بلعب فلسطنة انت بتخيل الجمهور كله بشجعنا كلام ده كله قبل كاس العالم للشباب قبل كاس العالم كتير اه ببعض كاس العالم 2001 كلام ده كله تسعة وتسعين تسعين الفين حلو كملت السيزون هناك تمام حلو قوي اه ورجعت على السيزون اللي بعده تعادي يا عبد الرحمن انت مش متخيل الكسر اه انا واحد من الناس اللي هو متربي ولا في دماغي الهاري ده كله ايه اللي بيحصل لي ده ايه اللي ناس بتبص عليها في الشارع ويقف الصغار ومعي ايه انا مش في دماغي الهاري ومشاركة صفر بقى اه والله كان فيها الله ارحمه بقى فهم والله يودينيك تلطيفة او بتاع حتى مكنش عارفين لنا مصري يعني الناس بتكلم معي انت زي مصري زي انت مصري فهم اه فانا انا مش ده مش جوي ايه خطفة بقى اللي بعد كده في ايه بزرعة يعني بعد كده بقى الدنيا مشيت لحد ايه مسلا تكسل على الأول لا لعبت في الدورة دخلنا عالدورة البعدية بدأت تلعب من الاول اه لعبني فروت ولعبني هوف رايت ولعبني ونص ملعب ولعبني ونص ملعب لما كده يقول لعبني دوندر برضه فهم وانا هناك او الله بس حتى في اخر ملعب كان بلعب مسلا فرد بدأ بيه مسلا نص ملعب نص ملعب وشود في العرض نص ملعب لولا خم عشرة مثلا كده لا 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 متطرف مش عشرة عشان انا بوح بالكرة بوشي اوكي انا عايز اروح بالكرة بوشي ويديني مسلا اخر عشدة دايات في الملعب مسلا ايه فرد جبتم ماشي كده فهم خلاص خلينا بيتعود على كده خلاص بك ماشي كده كده كويس حل وديني بتحلي ولعته قدام احمد صلاح حسن في شوتجارت عملت مواتشين حلوين جدا انتو قابلتو شوتجارت ازاي بقى في الانتر توتو اه في الانتر توتو اه اوكي مش عارف الانتر توتو ولا روبا كنا تالت ساعتها كنا احنا تالت على تالت اه كنا اخديني لعبت ويفا كب يعني لعبت اه مع احمد اللي هو دلوقتي ايروبا ليج يعني اه ولعبت ضد دوجري برضو كان بلعب في فرنسا هناك وشعف كان بلعب فين يا ربي في بردو ولا مش عايف ولا ايه اعمت هالي كان في بردو اوه وسلمت ليه بس بعد الحادثة بقى الكلام ده انما قابل الحادثة مع احنا تصراح وبدلت معاد شيرتات عملت مواتشين عالين اوي وعالت متوشي جامد او في الانتر توتو او في الوافا كب وجبت جنف فيها برضو الموضوع كان لطيف كان ماشي معاه كويس اوي والمشجعين كان بتلايه اغنية معانية انا بتشفهم اللغة طبعا فالما قلت اسمع مو 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 قلت اروح او حاد يقول لي روح فهم ايه كان والله كان يقول لي ايه علي مو مو علي مو علي مو علي ايه يعني يالله يا مو يالله يا مو مو فرقنا هيكسة فرقنا هيكسة علي استانداخ وبعد كده ام دخل على الفرقة بقى على الفرقة بقى اه بس كتلازيزة يعني اجواء دي احنا ما عندناش كورة بقى انا ببتكر الكلام ده انا بقى انا بقى مش اقول لك بتمع انا دلوقتي بتعقدني بقى خلاص احنا مش في حاجة خلاص احنا مش فكورة انا شفت الاجباط دي بس كل محد يحكيالي اقول لي والله احنا ما عندناش كورة فعلا انت معارش ليه انت ما عندكش كورة انت ما عندكش نظام انت لو عندك نظام الاول انا بخش بالجيكا يقول لي الدولة هيبدأ عشرين تمانية هيخلصها عدو عشرين خمسة مفيش حاجة بتتغير يجمع تجمع منتخب تجمع اي حاجة مفيش اي حاجة بتتغير مهم عافين انها يحصل تجمع منتخب بقى اجهزتك بقى اجهزتك بنص الملعب بقى نص سنة قصدي بقى اجهزتك بكل حاجة مفيش حاجة بتتغير ده بالضبط اللي بيحطوا يعملوا ايوه في استيسنا بقى لا حد يتوفى بقى حاجة مش عارف ايه حاجات بقى ليه وبرضو هيخلص واحد عشرين خمسة خمسة بس لا مفيش لغير اه دي حقيقة والله دي حقيقة ده التكلم ايه في اللي بيلعابه في اوروبا وبالعابه في الدوري وبالعابه في الكاس اكبر اندية في كل حاجة ده السيستم لو ده تعمل عندنا في مصر لو في حد شخصية هنا في مصر عملوا ساعات هقولك الدورة هيبقى ناجة مشكلة في مصر هنا الاندية هاي اللي بتتحكم يعني يعرف المفروض هناك النادي اصلا في وجهة نظر مفروض ما يبقاش لي رأيه بس ده موضوع يعني طويل يعني طيب انا لم تتكلم في اندية تتكلم على نادي معين اللي بتحكم او اندية معين اللي بتحكم او اندية عزدي لي مش قصديew mmd بقرار متاخدش في رأيه حد ثلاثين اللي هو بيلعب حطولات كتير. فانت لازم تطلع بقرار ما تاخدش في رأي حد. ليه? لان انت عمرك ما تردي الناس كلها. عارفك انت اتكلمت في نقطة واحدة بس عبر رحمان. اه. انا باتكلم في نقطة نظام. ميت بقى حاجة. ميت حاجة. تخيل. انت عايز واحد شخصية يقفلها. مسمعش حد. بس. مسمعش حد. بس هلاقي برضو حد في ظهره. اسمعها انت الكسة مش واحد بس كسة معاك مجموعة. ممزومة. ممزومة جاملة. فالموضوع يبقى مش مش لطيف. طيب بعد يعني انت فضلت كملت تمام وجميلة. ايه بقى راكيات ايه وقت كسر عالم للشباب? اه لا قابليها كان كابتن جوهر يبعتلي مع متخب اه مصر الاول. الاول. اه رحت لعبت في اه في ناميبيا. اه كنت قعد احتواطي بس نزلني اخر ربع ساعة. مطش الواحد واحد. واحد واحد. يا لهوية. كله كان بيت. مهم اه الحمد لله تعديلنا واحد واحد وبتاعه ونزلت فرح بقعتلي تاني برضو. مطش الجزائر. الاكسانة في خمسة اللي طرر الساعة. اه ده عدي احتواطي ما نزلتش. يعني انت احتركت بالجلدة برضو. اه الحمد لله. كابتن جوهر يعني كان كوازي معايا. كان بيقال لي فرصتك هتيجي وازبر وش عارف ايه. كابتن عفوطر صبر يا عفوطر كنت عفوطر اول مرة روح مع متخب كنت عفوطر. يا لهو يا جماعة اطيب واحد في الدنيا. اطيب واحد تتكلم معاها وتضحك معاها واجسم بالله. لغاية دلوقتي حتى في كابتن ومصر. اه 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 المهم بس ده اه عشان ما لعبتش يعني اه في الماتش ده. فلما رجعت النادي. اه خلوني يوم ده على ورق لان انا نزلت لعب مع متخب مصر تشتغلونا ناشيين او 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 اول في حاجة غير ضرورية هدفع اربعين الف جنيه ما يعود الاربعين الف جيه مصري. اه. عشان انا كنت منزل كتير مع متخب مصر كابتشاو غريب بلعب بشاوديا. انا تقول لي كل شوية ننزل وما تلعبش. احنا محتاجينك معنا. بالزبط كده. عكس بقى ميدو. ميدو كان بيعب مع فرقة. عشان كده ميدو لعب كتير وعمل اسم بدري كتير. مع جنب ما كانش بينزل. انا كنت لعب قبليه. كنت عامل اسم ببير في بلجيكة بس هو هو عشان قعد هو ميدو صح كان بديها صح قوي. دي حقيقة تحساب له يعني. بس فالمهم بقى انا جلنا كاسع عالم بتاعنا. لا كان ساعتها الاسيوبيا الاول اللي هو. افريقيا. افريقيا. ايو. اللي هي بتصعد لكاسع العالم. اخدت جيبت انا اربع اهداف. تلات اهداف في البطولة دي. وصعدنا احنا مركز تالت تقريبا مرضوها. عشان احنا كسدنا كاميرا في الاخر. جيبت انا جنين في الموتش ده. في جنوب افريقيا في هون. الحمدلله صعدنا. بعد كده جيبها التجمع بتاع. بطولة اثيوبيا دي كانت طبعا النفس وكده صعبة اوي. صعبة جدا. اوي بس احنا كان الفرقة كلها فاقة. اللعبة كلها كانت فاقة. اللعبة كلها كان في الناس تلعب فرقها في الفرقة الاولى في الدرجة الاولى زي مثلا كان محمد عبدالله بيلعب وكان كان موجود ابو مسلم كان صعب بيصعده. كان جمال حمزة كان فيها كان فرقة جميلة مليانة ووردة شحيتة. طبعا. مش عارف شحيتك. سعادة كان راح الاقل او ان كان شرح الاقل مش عارف. مش فاك. متحيالي لس. ومحمد شاو ايه كان موجود. اه يا خراب. فرقة جميلة فرقة جميلة فرقة جميلة. احسام غالي متحالي? احسام غالي كان موجود طبعا. اه. ابو المجد مصطفى وعتراوي. وزنجة وصبحي وشيف اكرامي. اه. امير عزمي برضا شان ما نساش. طبعا. وعدل مصطفى كان موجود. اه. لا لا لا. المهم كان كان لعيبة كورة. كورة اوى كلها. اه والله كتا. كورة كتا كويس. مم ربنا قرارنا طبعا وصعدنا. اه. فانا حتى قبل كان فيه ماتش نائي ملقتوش. اللي هو تلاتة والرابع. انا ملقتوش سافرت انا. عشان كنت عايزة انزل. كان اربعة يصعدو. اه انا ملقتش الاخير ده عشان كنت سافر ميدو اللعبو. كنت انا سافرت عشان اعضي اجازة في البيت. يبقى اكيد مكنش لازمة يعني كنت فبس فاكسدنا الماتش الاخير ده وتعيير ميدو ده مش فاكرة اللي اللي حصل. بس بعد كده بيجاد تجمع بتاع متخم مصر. حلو. اللي هو بتاع كاس العالم. لا قابلها بقى في تجمعات لعبنا الدورتين واحدة مش عايب في السلفاكيا والتانية كانت في شيلي. وكسدنا البطلتين دول الحمد لله قبل ما نسافر كاس العالم. طيب وانتوا بقى راحين كاس العالم قم في الارجنطين. مهم. وانتوا راحين كاس العالم بقى بس بمنتهى الامانة. طموحاتكو ايه. انا مكدبش عليك. انا كنت راهب الموقف جدا. انت بتلعب حاجة بطولة الدنيا كلها بفرج عليها. الدنيا كلها. يعني دي اسم على حاجة في الدنيا. كاس العالم. كاس العالم. اللي هو بتفرج عليك وتفرج عليك الناس في التلفزيون. او انا ساعة احنا صغريك ده بنقف بالليمو كور للمنتخب بتاعك. عزي وامر رونالدينيو. او سبعة عوصين. او سبعة عوصين. ايو ايو. فانت بتلعب دلوقتي. انت بتلعب وعايز تسمع وعايز وعندك عندك عندك احلام كتير في دماغك شغيرة. عايز تلعب فانتها كبيرة وعايز تسمع وعايز تجيب جوان عشان ناس كلها تكلم عليك. فتخيل بقى تنزل وتحقق ده. القرعة مع الارجنتين. احنا كانت مجموعاتنا على فكرة مكدش سهلة كان عندنا الارجنتين والجامايكا مكدش جامدة. امريكا كان عندنا جامايكا وامريكا والارجنتين. لا في في فرقة كمان فنلندا. لا فنلندا دي بعد كده باين. او براجوي. يا مجموع اربع فرق صح? اربع فرق ايوة كانت معانا فنلندا يا عمي. اه ماشي. معانا فنلندا كسبناها مدي. انت للعبت مشانا. هلعمل حدسة. هلعمل حدسة. ماشي. مهم ماشي. انت مهمة عرفت الارجنتين معاكم في المجموع. او او ماتش اخد بس بقى او ماتش المفردات اللي جاتلي. ضيعة كبار عيل صغير. لو ابن صغير بيلا بيحطها. بتوع عمي ايدي جون بضيعة. اكسم بالله. مش عارف اللي بيحصل لي. بعمل كل حاجة بس بضيعة. مش عارف اللي كان بيحصل. ابو جريش حتى نزل راح جات واحدة رادت مجون. جاء جون. اتحسب تقفصي بسبب انا. يعني انت بواسط جمان. طلب معهم بقى مسمعان. خلاص خلاص للماتش ده. عدينا الليلة كلاتة. ننسى بقى جماعة. خلاص جبعة لارجنتين. اه. اول عشر دهاج جبت نجون والدنيا ماشي حلوة اول عام ماتش حكاية. كمان خمس دهاج سبع دهاج او عشر دهاج بعديهم. تلاتة واحد لارجنتين. سفيولة. يلا هوي. ماشي لا خلص سبعة واحد. ماشي خلص سبعة واحد. ده متخالي الماتش ده لو بتلاعي في مصر هلا او فيه سوشيال ميديا. ما كناش خرجنا بلبيت تاني. او ما كناش لعبنا كرة تانية. ما انت بتلعبه في الارجنتين. واحد ما فيش سوشيال ميديا. ما فيش انترنت وفيش اي حاجة. ده متحذك اللي انت. ما فيش اي حاجة. بس ما شكبت ازاي على ارتي. سباك بقى متكلام ده كله. انت مسام حاجة عشان تتكلم فيه ترانك وبتاع وتليفونات ارضي واحوارات تانية. فكت براح دماغ كنديم رياحنا. ولرياحنا اكتر كبتش اوه غريب خرجنا بالليل. يعني خرجنا بالليل ومن السهرة. يعني زي اكل كده وبتاع فيما كان في ميوزر. بقى خلاص. فكنا خلاص وبتاع والدنيا بقى زي الفل. جي تاني يوم قعدنا بقى وتكلمنا في ماتش. لا معلش بقى. جوة ماتش الارجنتين ده الدنيا عاملة زي يعني. ايه? عن فكرة ماتش كان سهل. انا كنت بلعب وبرقص وبعم كل حاجة في ماتش. بس اخطاق بس اخطاق اخطاق محمد صبح مثلا حرس المرمى غلط اخدها منه سافيولا جابها جون. اخطاق من المساكين بيباصي باص غلط راح تراجع جاي جون سافيولا مش عارف مين. فالموضوع كان كله اخطاق فهم? لا بس سبعة يعني. ايه اللي بيخلي ماتش يفرط معك? اصلا انت خلي بالك الفرقة لما بتديك تلاتة اربعة هي بتبقى متعشاة معها خلاص مش لازم هو مش مش تقفش يجيب سبعة خلي بالك. ايه اللي خليه جيب سبعة? اتا ما عندكش خبرات ساعتها سلسة صغير ما عندكش خبرات الرجالة. خلاص الرجالة بتلعب كاس عالم. وعندك قدامك سافيولا. سافيولا قطر وياخدوا كرة زيو جول. او زيو. او زيو. سريح اوي. واصلا كل المدرجات بشجعها سافيولا. بتاعيز ايه? يعني اولا ساعاتها في التوئيدة كان بلعب شاعة في بوكاجونيو ولا فين? وكان راح خلاص على برشلونة. فانت بتكلم في ايه? واحد راح برشلونة ومعروف انه راح على فكرة مش سافيولا بس. انا كنت مركز مع سافيولا. ايه. عشان ده اللي بتسمع. ده اللي انتو قبل الماتش عارفينه. طب انتو كلامكو قبل الماتش الارجنتين ده كان ايه يعني ينفع ما ينفعش. احنا ما نعرفش حاجة احنا بص احنا عاد صغيرة. احنا عاد صغيرة معها. مهما مهما تكلم. يا صغيرة هتلعبوا الارجنتين بكرة ولا مش عارفين دي كمان. عارفينها. ما انت خسران ما انت خسران ما انت متعادل مع مع جمايكا. ايو الدنيا مع كوك. وداخل مع مع كوكو وخايف. طب انت قلت تجون في اول عشر ديائق. خلاص بقى الدنيا بقت حلو وقلت تجون هيبقى نكسك. اه فك. احنا بسوعة تلاتة على طول. بل حقيتش حد ساخد نفسك. صبح بقى. جامدين هما. صبح هتداف الفرقة. لا مش ما تشايلش صبح. صبح هتداف لو اتفرجت على كرة لجول موتش. يعني انا بكلم على الخط اللي قدام اللي ورا لأ مكنش كويسين اقفوا موتش ده. عشان كده يخسرنا. نعم احنا كنا بنعم كرة. اه يعني انا كنت براق صبعا كل حاجة براحة الجنوب وضايا عودينك كويسة. انت انت ملاك. انا ملاكش دعو. لا مش اقولك انا ملاك بس انا انا كلاعب. انا مش عام. عارفك انا مش مش لواحد يبقى. مش عابل واحد. لا لا مش قصدي يعني كان جمان جوم يعني رضاش حاجة كان نجم. طب. جمال الحمزة كان نجم. وقالشيوس لما بنزق او كان بيبدأ كان بيبقى نجم. محمد عبد واحد. فالموضوع كان طييف. محمد عبد الواحد. اه. الموضوع مش انا بس. صح. بس احنا كنا كنا كويسين. مش عشي. حلو. طيب. ده ماتش ارجنتين عد. اه. خش بقى لفنلندن. اه. تمام. اه. الماتش ده كسبنا اتنين واحد. جمال احنا كده خلاص يصعدنا الحمدالله. خش على ماتش مين? امريكا. تمام? امريكا ده عملنا ماتش حكاية. فس كنت برأس اي حد. وحطت كابير لأي حد. كان ماتش حلوة اوي. اوي يعني. اوي. قسدنا ماتش ده 2.0. انا جبت وقلت وقلت كرة من نص الملعب وقلتها وقلت 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 ملنص الملعب. كان قلنا على ما. خلصنا من امريكا خش على مين? على هولندا. ده بقى ماتش بقى. هولندا كان في جوم زاعتها كان في جوم ترك 1-0-8 لهولندا واحد يعملها عبر عدد ما شعرف اسمه ايه اللعيب ده المشهور قوي والله اعمل فاكره عملها بالعرض حصابحي حطها مكتب فجون لا انت والله العظيمة بهرق يا امه هد انا مش بكدي ده اللي كنت مع صابحي من يومين بقوله حطها مصابحي شكينما عم صابحي بس و بعد كده ماتش امريكا بقى كان ماتش حلو اوي و عملنا في كل حك كنت بدي كبارل اي احد و برأس اي احد كن مش انا بس على فكرة التيم كله جمال حمزة كان بيه اللي بدين يا شيتوس كله بس نجبت يكون حلو اوي من نص الملعب وبعد كده كنت برفع شيرت بتاعي مكتوب عليه مومو 22 و عالم ارجنتين و عالم مصر عالم ارجنتين و عالم مصر عشان ناخد حب الجمهور كان صاحب الفكرة دي مش انا حسام غالي عشان ما فتيش بس هو اللي عمل كده في الاول عمل العالمين دول حتى انا مزود بقى مومو اس اللي هو مومو ده اسمي في الجيكا و 22 ده ده رقم تشيرت تاعي في الجيكا اي كنت بحبه اوي فبس يعني بكاد خلنا على ماتشو هولندا بقى ايوه ماتشو هولندا كده صبح الله يا كرامو واحدة بالعرضة كده لحادتها بكتف وجون او الله لنسه تكلمه و لنسه كانت ما تكلمه في مين او الله كان نعب معافل اسماعلي من يومين و طوله القصة دي قلت له ايه ما هو عارف قلت له انت الهداب هداب كاس العالم بس بعد كده حسين امين كان متقدم في واحدة غريبة حسين امين عمرو يمتقدم اتعامل بالعرض راح دوتها بيشماله في الجون وجري عالجازة الفن بتاعنا قال له هباحكو مش عارف ايه دي بقى جون لينا احنا يعني ايوه ام جري عالجازة الفن بتاعنا احنا دي قلت ليه طيب او كمشو بلعب مثلا او كمشو بلعب مثلا او كمشو بلعب هتعرفش اللي بجد؟ لا والله ما عارفش اللي مش هكذب عليك او حتى لا عارفش اقول او مش مشكلة فبقولك ماشي بقى واحد واحد بعد كده جات الكورونا عملت عملت رئيسة حلوة قوي روحت كده اخدت الاول في التاني بعد كده حتى فجون يعني حتى او انا بقى حتى فجون كان بيشدك او قاعد لا ما قاعدش كنت ممكن ااخد ضرب الجزية لا او حتى نكمل او حتى جاي جود مون حلوة قوي فبس كسيدنا الهولندا انت قابل ماتش هولندا دا كنتوا بقى خلاص شفتوهم عارفينهم صح ولا ايه ما كانش فيه الخاصائي دا عندنا بس لا كان فيه تقريبا كان فيه فيديوهاب بتعامل اوه بص انا مش متذكر اوه عبر الحم بجد والله بس دي مش بياد دي واقع مني من ساعة الحادسة دي مش تهريب مش افه والله دي فعلا واقع مني والله بس احنا احنا انا فاكرة ايام الحادسة وانا فيه فيه ساعتين لازم نعودوا مع بعض تحت قبل الحادسة سوري في الام كاس العالم لازم فيه ساعتين بنعودوا مع بعض تحت عشان يعني بفيه قلفة بنا نلعب ساعة و ساعتين نعودوا مع بعض حلو حلو دا مش فاكر بقى قصة الفيديوهات دي بقى وماس في الجزء ايه دي على فكرة اه لا لا بس كبتشوقي في المعاملة حلو قوي اه بيعرف برضو ان هو يلم الدنيا وحاليا حاليا في تدريب وصل للتوب لأ وانت قلت لي كلمة دي كبتشوقي قوي قلت لي لما خسرنا ساعة خرجنا بالليلة هو ده كبتشوقي بجد بقى بيعرف تعمل وبيعملنا كاخونك كبير مش مش كلعيبة وهو مدرب وبتاعه ولا مش تنشن هو هو جميل ولطيف وهو حلو بقى قدت له تلاقي وقتها كان فالالارباينات كان صغير اه 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 ميتحسل سبيرة لدلوقتي مش عالله يعني اه مش عالله طيب حلو مطشو يا غولندا تمام تمام بقى مطشي غانا بقى غانا تكسب غانا احنا كنا ممكن انا حاس ان مطشي غانا ده الدنيا كلها هتعرف ان احنا هنخسره يعني انا وانا قاعد في مصر كده انا خلانها تربط اشر سنة انا متأكد ان احنا هنخسر ده حلو ده بتاع ربنا ده حلو قوي بس انا كنت حسنا كنا ممكن نكسب يعني انا بمسك الكرة وبستلم الكرة بعدي عادي وبضايا عادي بس الجون اللي جي فينا كان وقل شيتوس ماسك اطول واحد فيهم في الكورنان هو والله فيه كنت ننزل في كرة دي بس انا منزلتش مهمة عمل اوبر تريك راحات جون دي الاولاني مش عارف غلطة مش عارف من مين حطها في نفسه مش عارف مش عارف رب الاعتراوي ولا ولا محمود محمود ولا مين رجعها كده راح تخلف الجون كان صبح متقدم الجون الثاني غلطة من نحن غلطة من نحن فالحمد الله اللي احنا ما قبلاش ايه الارجنتين في الاخرى بردو تاني عشان ما اطلعش بزافة تانية فاهم او والله حتى احنا كنا نبسطين من الثلاثة ورابع يعني فاهم لقابنا بقى الثلاثة ورابع مع برجوي ايوه لقى ماتش حلو قوي علقائنا كورو حلو قوي وقدمنا كورو حلو قوي ونا جبت وقوي حلو قوي وكنت عايزة عامل حركة بلي ستيشن دي كده راح تعملها الحمد لله في الماتش ده بس وعدنا بقى هيصنا بقى وبتاعه وقدني كبس أنا 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 مش عارف مش عارف في البطولة سافيولة كان سافيولة وانا تاني واحد انا كنت عارفة كنت جاب اربعة وكنجاب سابعة تليب انا وثانية مش فاكر وقلت تاني احسن لعيب في العالم انا بعد سافيولا برضو في البطولة تاني احسن لعيب في البطولة بعد سافيولا وده الكلام ده تقولي هناك كله بس اهم حاجة احنا طلعنا والتواجنا فهم بمركز تالي دي في العالم ده ده جيلي يعني مش هيتعوض دي اقوى مديليا حصلت لأي فريق كورة في مصر خارج افريقيا يعني احنا افريقيا ده جوا افريقيا احنا جامدين او بس برا بس انا بتكلم على مستوى المنتخبات عمرنا دي اقوى انجاز اتعمل في تاريخ قواعدية فرانكفون تخنيتها تعلم برضو لا ماشي برضو مش زي كاستعلم ده اكيد انا بتمنى المنتخبات بتاعتنا اللي طلع تعدينا لان ده حاجة حاجة يعني حاجة المصر يعني نفسي نبقى في التوب يعني لا يضاهيها الا مسلا الاولمبييات مفيش مشكلة بالنسبة لي بس ناخد حاجة انا نفسي والله على فكرة انا مش منوع اللي هو نبقى نفسي وبتاع لا انا اخضر لا انا نفسي مش هانطقس منك حاجة بالزبط انا مش شرف لي احنا في التوب انا جامعة البلدي في التوب وانحنا في التوب هقول لك على حاجة حاجتها ايه مسلا يعني مسلا في ناس مسلا يعني اهلي بلع بره الاهلي في الموتشين اللي فاتوا دول كان بلع بره ايو انا كنت عايزوا يكسب انا روح اسمع لها هو بحب الاسمعيلي بس عايزوا يكسب مش عارف ليه لاني مش مش حابب مش حابب لما كانوا عاديين للك طعمية هو جمهور وانعرف الموضوع فاني وبتاع بس لا انا برضو يا عم في انا مصر يا عم في ايه وفي رقيت بتلعب والاهلي كان حلو انا قلت الكلام ده قلت ان تحديدا مطشط مصر والسعودية قد ما احنا بنحبهم قد انا مولود في السعودية اصلا وبموتش في السعودية بس انا احب ان احنا نكسبهم سعودي والله مولود هنا انت بقى كابسة فقا مش تعمل لا انا مكسي كده فقلت بس انا احب ان احنا يعني مطش ده ايا كان الفريق المشكلة ما فيش ايه حاجة بيننا اساسا المشكلة دينية حلوة بيننا حتى الزمالك والناصر وزمالك والشباب في البطولة عربية يا براحمن الموضوع بيننا حلوة اساسا يعني ده هنا بيجوا صيفوا عندنا وبيعوا احنا معهم على طول الدينية حلوة فلاقيت الموضوع ايه الشادة دي ايه الشادة دي لا اه عشان كان مطشة بس وفي الاخر عائلة حصل في الاخر احنا عملناهم بس احنا عملنا حاجة جامد اوي احنا عرفناهم اللي احنا بالنسبة للمليارات اللي عندهم احنا بالنسبة للمليارات اللي عندهم احنا بالفلوس دي بالنسبة للمليارات اللي عندهم احنا بالفلوس دي بالنسبة للمليارات اللي عندهم احنا بالفلوس دي بالنسبة للمفلوسهم احنا اول حاجة احنا صفر على الشمال بس عملنا فيهم ايه هم مليارات مدفوعة كراويان طبعا المطش وبنزيمة ومش عارف والماتش التاني الاهلي خسر فيه الاهلي كان كويس بس هو مفيش مكانش فيه فيه الكورة الوضوع دي ايو وبعد كيه كاسب التالت طيب كاس العالم تاني احسن لاعب كاس العالم بالشباب ده ده بيستبقى للشباب دي كمان ده مادة خزب اول الانداء الكبيرة يعني هو اصلا النادي الكبير في حاجة بس ما قلت لكش يعني ايو انا بعد ماتش هولندا جالي واحدة موريتسيو ده كان نسيب رئيس نادي ليوفيندوس موريتسيو موريتسيو جالك دايركت ليك انت شخصية الفندو لا مش الفندو كانت طالع بيقعد معي ما عادش معي في فندو عادت معانا كابتشاو غريب برا تريبا والله ما فكرت في فندو عادت مع انت وكبت انشاو غريب او مال ايه كابتشاو جميل والله جميل ايه بس استنى ما هو حبيب كابتشاو بس هو انا كنتش عايز اتكلم مع حالتي في القصة اساسا ليه التاني يوم اليمان جالي عقد في ليوفيندوس بتلاتين مليون دولار انا عرفت الكصة مع كابتشاو ويس كتنا خلاص مش تكلم في حاجة يعني انت الراجل كلمك فجالك واحد اسمه موريتسيو دا او دا لا دا نسيب رئيس نادي ليوفيندوس عاد معانا كابتشاو غريب جالك فين يعني مساو بعد ماتش هولندا على طول في الملعب اناك لا مش في الملعب جالنا مش شعب بعد دي هانا جالنا في القتيل تحت ولا عادنا في كافيه برا مش فاكر والله بظبط كسكا بعيد او عاد يكلم معانا بتاع شخص لطيف جدا حتى اخد عمال لي جيز عمال لي بعت لي جيزة مكورة مكتوب على الاسم بتاع همومو بتاع حاجات كده يعني مو بعملو حراغات كده برضو بيعني بس روى عليك كده دخل تبقى حلو اه اه بس لا بده بعد البطولة المهم كابتشاو ايه عارف الكصة وبتاع او انا عرفتها بس انا سكيت قلتش اكلف حاجة عشان انا بحب ايه من زمان بحبك يعني بدل على حاجة عشان ربا نيكلم بس جي قاعد معاك انا قاعد معايا انا قاعد معايا انا 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 هو قلي كده انا نسيبي رئيس نادي اليوفنتوس حلو وبس انت احنا مهتمين بيك متفرج عليك استيلك حلو اوي ولعبك حلو اوي وعرفين انت في صندر ريجل بلجيكي وهنا تواصل مع الناس هناك وكل حاجة تمام ومش عارفة كل حاجة قاعد معايا يعني قاعد معايا احنا اليوفنتوس عايزك خلاص قاعد لك مثلا لسه وبتاع ومشوف قاعد معايا بعد الحادثة كمان في ميركيور في اسماليا واقعب معايا برضو وكان بيبعات العاجات في بلجيكا وكان بتواصل معايا بعد الحادثة كمان بس بس طبعا الحادثة يعني المهم يعني قال لي كزا انا قابل الحادثة قابل كنت هادي شوية كنتني بقى جماعة ومعادش اقول حاجة كنت بكاتن شوية يعني قلت مثلا لولدك او بتاع وخلاص ما تكلمش بحد خالص ولا بوق حاجة ولا التراوح اه كده مع نفسي تريك لقيت تاني يوم في الجرائد اليمن راحل بلونس ب30 مليون دولار لا ده مي اللي قالها الموزيع يا عشرف شاكر قالك اليمن ده تعمل وهيوصر 30 واشين و30 مليون دولار بعد كده ده جايله وقاعدة في اليفينتوس يا عاما نفيش حاجة تسجدتلي ولا اي حاجة نسا في صندريجيو الناس في مصر بقى والله العظيم كان بيتحكيلي بيتحكيلي صحابي بيحكولي بيحسبولي هاخد ازاي ولا اخدهم ازاي يا جماعة انا مش هاخد فلوس لي النادي اللي هياخد النادي اللي هياخد معرفش مي بقى كوسة يعني انا هطلقني نسبة خلاص يعني انا جماعة عادي مفيش مشاكل لأ بتحسيم انت هتاخد مرتب مش هتاخد التلاتين مليون مش فارق يا عام لو اخدتي لي مليون انا هتقروا لي مش فارق معي بس تمنحاتش ياخدهم بقى في المهم ما خدت العين محترمة بس فانزلت طبعا مصر كنت هم كان عندهم الفرانكفون فاستأذي انت بكبتشيو اغريبي مش هلعب فرانكفون عشان انا عايز اعزي اجازة في مصر عشان ما اضيش اجازة انا بعد بعد تادي اجازة عشان ترجع على النادي بعد كده على النادي بعد كده عشان موضوع ليفينتوس بقى انا بقى في دماغ خلاص انا في دماغي حاجة تانية خلاص موضوع ليفينتوس ده تطور يعني بدأ ان هم اتواصلوا مع النادي فعلا انا رايح خلاص عليه انا طالع عربية طالع ما طالع عليه على النادي عشان نعود لأ طالع ايه مهم الناس يجوا يكلموا عشان نعود وخلاص الموضوع شوف بقى التفاوض بقى ساعدتها لسه انت اتطول في فلوس خلاص بس الحمد لله ما وصلتش يعني مش عارف فين بالضبط الحادثة حصلت يعني انا عدت فترة الحادثة دي اليوم الحادثة عابلها بيوم فاكر كل حاجة بعد الحادثة اتطلت شوه مش فاكر حاجة بقى معلاش بقى ممكن تقول لي بقى الحادثة دي انت كنت يعني رايح فين يعني رايح المطار مسافر رايح بالجيك الحادثة دي وانت رايح المطار رايح المطار تروح بالجيك عشان تروحي فينس عشان المفاوضات وراحي فينس خلال اه في الطريق للمطار اه مش عارف عمال تحكي لي بالضبط الكوشين نزده على الراملة كده فانا بقدرت في رامل ففي عربية لا في عربية زنقت علي فتنزل في الراملة واحتضر في رامل احت عربية اخد عرض الشرق كله بجنبها كده رايح تخبطها في اعلان وادماغة خبطت في الاعيم والديركسيون فحصل لي نزيف المخ داللي حصل لي وصحابي اللي ورا كمعائي تلاتة ولاد تلاتة صحابي يعني وابن عامي كان جنبي يعني ما كانش معاي بنات ولا كنت شارب ولا اي حاجة لا لا اللي تقال لي كده ما قلت له علي كلام كده ليه ما اني كان شارب وكمعها بنات ولا الطراء ولا مشرب ولا اي حاجة ولا كمعها بنات والله العظيم دي حقيقة فبس فاللي بقى أخد له سبع غرس كده واللي تشعوا كنا نزبطهم شوية رواقت عليهم وواحد كنت بتخلع الدعم يتلعى سليمين الحمد لله أنا كنت سيئ أنا عطول بسوق بس أنا بقى أنا المشكلة اللي أنا قابلها بيومين أو ثلاثة يوم كنا نتسافر مع وعد نركب خلف الهرم ونرجع مش عارف إيه نروح مع وعد كنت بحب أبقى مع صحابي عطول أنا بحب الجو دائم يعني فرق شوية لو تروح وتخرج وتيجي وارجع وبتاع وبحبش مسلا لحد يسوق المكان أنا اللي بحب أسوق بس فعلا محدش في يوم تأذى حجم أزيتك أنت لا لا خالص هم حاجات بسيطة وبقى كويسية لا غلص كده وبقى تمام الحمد لله طب وإنت بقى يعني بعد الحادثة أنت بتقول لي مش فاكر أنا جالي جمال مبارك سيد جمال مبارك جالي المستشفى أنا مكنتش أحرص بأبوية اللي كان بيحكي لي أنا مش فاكر حاجة بيحكي لك إيه إن هو لما جالك أنت مش عارفه أنا بيتكلم هو بيقول أنا بكلم أنا مش فاكر حاجة أصلا يا يعني بتكلمه أنا مش فاكر حاجة أنا بتفرج عدي بتفرج على فيديوهات لي بعد الحادثة أنا كنت كده إيه بقى كنت إيه إنت نايم إنت نايم إنت واحد نايم صحيت من نوم إيه اللي فاكر بفترة دي سيب ما جالك شوال حلم وإنت نايم بس نايم إيه اللي حصل وإنت نايم مين دخل ومين خرج ما تعرفش حاجة ولا أي حاجة طب طب إنت مثلا يعني جالك أنت مكنتش في غيبوبة مكنتش في غيبوبة لأ أنا كنت بتكلم وباوف وروح واجي بس أنا مش عارف حاجة أنا مش فاكر حاجة يعني يعني أنت بتتكلم مش عارف إن ده بوك مثلا هم بيحكوا لك إيه أنا عارف أنت مش فاكر بس أنت صحيت أو يعني رجعت لك الزكرة حكوا لك أنه أنت في التلات شور دول عارفهم ولا مش عارفهم أصلا دي حكولي على 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 جرائم عمزة زي تعييز يا عام وحريم وهننزل البحر وتعلي بيس بكيني أيك يا كلام كده يعني سيب لكم من الكلام لا ده دي حكي تعييز يجب أن يحصل واحد مثلا والله العزيز بتحكيله على موقف تاني أحمد الجمل كنت بقولهولي فيه والد واحد صغير والد واحد كان بستعبا مش قد تحرك من السيارة بتاعه فابنه قال لي بتاع كابتين عماني صباح تبس بابا كان عايز أسلام عليك وصور معك بس وش عارفه انا كنت بنتكلم معي فرحت هناك فرحت مسك كل جمل بيحكي لي لي فاكر حاجة و هحت ذي طب على رجله لقلn عاقسم بالله جمل بيقولي لأنا喔 ف الراجل بيقول لي بإدي لقلن معي إذا هوصعد لقلن الهوصعد انا مش عارف حاجة بس أنا طبيعي بتكلم مع الصحابي عادي بس يعني في الثلاث شهور دول انت عارف ان ده باباك وعارف ان انا مش فاكر حاجة والله. هم هم بيقول لك ايه ان انت كنت عارفهم كنت عارفهم. انا بكلم معهم ان عارفهم. اه عارفهم. بس مرة واحد بصحبي بيقوله كده. عادي تكلم معه نص ساعة انا واحد تاني. انا بكلم معه في الاسلك ضربة يعني. اه طب سلامة محمود. اصلا. اصلا بقلق. ايه بيعمل ادت جنيه للا ايه? وهم يعني حاصل حوارت كتير وحاجات كتيرها حصلت. يعني الرجوع للطبيعي بقى ديك. حضرت ازاي? كنت راجع من ملجيكا. ده اللي فاكره. انت رحت ملجيكا بانت عمل كده? اما ليه وعدت هناك كنت وخليت واحد صاحبتي كانت هي الفانز بتاعي من ستاندر الليجي اسمها ام باسكال كانت عايشة معنا زي واحدة من العيلة. الشخصية جميلة جدا. اه. حجزت لطيران وكل حاجة وروح تاخد ابوي من البيت كده. ده اللي حجالي. اخدت عليها وبتسلم عليها. اه انا معروف بس مش كده يعني انا اه معروف اشي في الكرة بس اه نادر لما حد يسلم عليها. اخش مول يقفلوا علي مول مجنينة مول عشان مكتر الناس. اجد اهم في ايه وانا في ايه وانا بقيت ايه انا مين انا. بدأت بقى اتفرج على الفيديوهات بتاعتي وانا بقى لعب وانا وانا والحادثة وبتاع. بحت مجمع كل حاجة من قبل الحادثة بيوم لغاية بعدها تلات شهور. وتحكي لي بقى لفترة اما رحت البيت هناك والاااااا ما كنتش مع عندي توازن والااااا والاااا كان هو يقع علي وكنت ضايع. نزلت الملعب وانت كده? نزلت ملعب وانا مش قدر اجري وحاجة كتير. لا بس هما ما نزلوش ملعب كانوا باديوني كشف الاول طبي كده وعلى على مخ عشان كان عندي هنا قدام في المخ كده ما روحت. بعد كده لما تقصها بقى بدأت تفوه معي تاني وبدأت استوعب. حاس برضو رجلية مش هيلاني قوي. يعني حاس بضعف في رجلي. هنا ده اللي بتحكي في الجسم. ده المركز. ده المركز بقى فهام? فالغير بقى اشتغلت تقويات وشغلت شغل جامد قوي بتاعها بس برضو مش راجع لمستوية. بقيت هلعب بقيت هتحاكنين جدا من اللي بيحصل لك. لان زمان كنت ما بفكرش. اللي عايز اعمال. اللي موجود هنا موجود هنا. في ثانية. لكن انا ايه ترقصها في دماغي بس مش قادر. مش قادر ايه مش في ايه عبالة ما تنزلك لتحت اتخذ لها ثانية ثلاثة. اه اخدها منك. وراح مرصة معك. عاكس بقى اوه بالزبط عاكس. عايز الف. اوه ما حاش بجيبني. بقى عندك دي لي يعني. بالزبط بقى عاكنينتني بقى. عادت بقى اشتغلت على نفسي فترة. ويأس بقى وخلاص انا هبطل كرة وخلاص انا كمل دراسة وخلاص انا مخنوق. كنت عملت فلوس وقتها من الكرة? ولا كنت لسه في البداية ما اخدت. محيطش. كانت النقلة بتاعة بتاعة ليفينتوس. هي دي خدت فلوس بقى. انا لما خدت فلوس بستاندار ليجي. مكانش ساعتها فلوس كنت اخدت خمس تلاف خمسين الف دولار في الاول. بقول عائل صغار كان من مبلغ. جبت يوم شقة وخلاص مش عارفة. وكتت بقول لك مرتك محترم اللي هو بس. انا واحد من الناس. ما بحويش. انا لو زي فارقة. كان زي ما نحويش. انما لشين الف كنت بفرتكو. مش صهر ساعتها كنت يخرج وبتاعة ولبس كنت انا كده فهم كنت غاوي شوية وهدايا وبتاعة. فااااااا. روعت عامل الحادسة دي. تعال بقى انت فين يا عام انت مش وقف عارض صلبة انت فين الفلوس اللي معاك فين اللي عمل. بس انت بعد الحادسة يعني افتكرت ولا جمعت وربطت وقبلت خلاص الوضع ولا افتكرت? لا لا. افتكرت كل حاجة. افتكرت. بس وقت الحادسة نفسه مش فكر في اي حاجة. اه. يوم الحادسة. اللي بعدها ترى تشون مش فكرها خالب. بس افتكرت قبل الحادسة. كل حاجة. افتكرت وانا في الارجنتينة وانا في كاس العقل حاجة في كرها. كل حاجة. كل حاجة في كرها. هي بس النقطة دي الفترة دي. بس يعني انا سنت بتحكي لي فيلم بصراحة. ما انا مش عارف اللي حادسة. يعني يعني بعد ما والذاكرة وهي بترجع لك. عارف انت فلاش باك كده فجأة ايه ده كل حاجة بتعدي. معقولة يعني هي كده. ما انت بتكلمني. اما هتجيبلي على حاجة من طفولتي هقولك عليها بالضبط. لغاية قبل الحادسة بيوم عارف كنت باعمل ايه. يوم الحادسة. من سعب اخند العربية من البيت. لغاية لما نزلت من المطار مش فكرة اي حاجة. انا بقولك اللي حصل في حاجة اعملتها في الفترة لي بس انا مش فكرها اما اصحاب اللي كان بيحكولي عليها. اه اعرف من ايه. في بلاية حصلت. بلاية الناس بقى يعني تواصلوا يعني الناس عارفوا يتعاملوا معايا في معضاعي بنتوس طبعا بقى خلاص اقل لك يعني. والله كنا بتكلم معايا بعديها وجون متفرجوا عليها في ماتش مع كبتشي واغريب اه كنا بلعب فريق فريق افريقي وبتاع وجبته جون بس مش حاجة برضو اللي بعملو مش مش اليماني الطب. يعني لعبت? لعبت وجبته جون حلوة اوي رقاسته جون بس مش عارف اللي بحصل اللي سعب ببقى طب اوي سعب بقى لعبت معامل شاطو لعبت ضد طريق السعيد لما جيه في اندر ليختو كستنان واحد صفو لعبت ماتش كبير ده وعملت ماتش حلو بس مش عارف ازاي وانا مش حاسي مي اللي بيعمل بعمل حاجات بس حاجات بتاع حاجات اللي هي بعملها بس حاجات بتمشي معايا حلو اوي بتروح وبتاعو بس انت مش انت اللي بتعملو دنيا مش مش مستقرة يعني اه بالزبط تقاتل ما بقت يعني تفهموا الوضع راح موديني اعارة فرقة اسمها ما يعملين او ميكلين او فرقة دي اكبر جمهور شوفت في حاجات هناك بس الفرقة تكس بتخسر اه جمهور معاك ويساعدوك في كل حاجة حلو ويحش بلعب قولك اخدت سابورت من الجمهور ده بطريقة غريبة بيشجعوني بطريقة غريبة الحمد لله رجعت بس مش اقولك لتمانية تسعين في المهم من مستوية رجعت ستان درجة تاني كنت كويس قوي في البداية بفترة الاعداد وجيب جوانه وبتاع ووقف على رجلك وحاس بنفسك اه اللي ضيعني هي بقى السهر الصهر والحريب الله التصريح اوي اوي اي اي اشتب عليك انا اقولك اكدب عليك ليه فبقولك والله دي الحقيقة مسالة كبير من الصغير فاهم يعني الكلام ده عشان اي لعب كورو ناشئ طالع يخلي باله من الحاجات دي السهر والحريب جوز والله العظيم بيجاءت تتجوز وخليت كويس انت مكنش تجوزت يعني لا لا كنت صغير لسه كنتش داري بالدنيا يا سيدي سيدي كنت معي سارح قوي أنا كل حاجة اتغيرت في دماغي يا عبر حمان يعني رجعت للإستاندارد ثاني أنا كنت عامل بص كنت عامل بالله نفسي قبل ما عام الحادثة إنها شكرا بيت في بلجيكا وهتجاوز هناك وأنا جاوزت بجي جاوة وطلق طالة عموم يعني وهتجاوز هناك وهعمل كل حاجة هناك هي بقى ليه حياة ثانية في أوروبا بعد الحادثة الدنيا كلها بتشفرت بيتعش نبصت بس من كتر خلق اللي أنا كنت فيها كنت حاس إن انت مش فوعيك خالص بصهر وبتوقع بس الحمد لله ولا بشرب أي حاجة ولا أي حاجة غلط يعني بس يعني اللي هو ما خدش ما كانش دي حيات لقيب الكرة المفوت يبقى كده خالص أنا كنتش أحبي أصهر أساسي أنا على غاية دلوقتي يعني عارف بنامي الساعة تسعة ونص وعشرة بس حصلت الفجرة خمسة للفجرة بصلي بعد كم طلع الجيم دي حاجة اللي ما بتبعط لي وصاب خمسة بفتخرك صحي لسه دي حاجة صحيت بقى وصحت من النوع أصلا أهو الله أصلا والله وميمي كاليني يا الله بنفض له منعي وخلاص تعودت على كيلبت كله عندنا كده في اسم علي مع والتي والدي فبس فلما كنت بصر الفترة بتاعت بلجيكا دي في الآخر كنت من زها فهم زها قاعد لوحدي وصحابي يكلموني ويالله ننزلوا بتاع لو كنت بنفض لهم وقعد نام تنزل بقى خلاص بقى كانت آخر سنة ليا قاعدوا معايا قاعد معايا والله ميشيل بردوم والشامي دوني فريو عشان قمضي كمان سنتين بداعف ومرتبي مين دول؟ الرئيس النادي وكابتل نتساعتك مدير فني ميشيل بردوم اللي هو كان أحسن كان حالس في العالم قاعدوا معاك عشان تمضي بداعف مرتبك وانت مش في طوب فورم سنتين كمان لأ ما كنت لعيده كنت كويس بس يقول لك اللي ضيعني يبقى كاس صهر وصلت طوب فورم بقت كويس قوي قوي قاعدوا معاك عشان تقدد امتى يا قبل ماتش كنت ألعابه أسازي مش فاكر بس كان في الدور الأولاني في آخر سنة اللي هو في عام 24 غبي دي من الحاجات اللي غلط فيها والله غبي قوي من الحاجات اللي هي اللي هي اللي هندمان عليها لاني ساعتا كان كابتن عزم مجاهد قاعد عندنا هناك كان أمير جانب يعمل تستا هناك وقال لي تعالوا تعود ديك الزمالك كان لي بس كده حاجة تفكير بس كده نروح الزمالك سنة وبعد كده ومرجع تاني طبعا دي غلطة أصلا أنا زم مصر حتى كابتش اغريب ساعتها قال لي اوعى تعالت ان انا ناسي اصلا انت رأيت في الزمالك ما انا ملاقبش في الزمالك انا جيت اصلا ما تأيتش ما انا جيت اخدت اصلا اجيت اخدت مسلا فلوس عقد مسلا 25% من العقد بل كده ما ايدونيش عايزني قبل قبل التأييد بيوم اتنازل مش عارف عن نص فلوس العقدة وطوله مش هتنزل للحاجة زي كده ايه الكلام ده ولا بين قالوا وقتها ان لا عايزين شوفوك في الملعب يتطمنون لا لا انا نزل الماضي عاعدة على طول هم ايدونيش بس فالكده رأيت اسماعيلي عملت معهم سيزيون الثاني عشر على عشر كان حلو اوي لعدت عموتش حلو اوي بس بعد كده الله رحمه صلاح عبدالغني توفى فألا هو صلاح عبدالغني مسك قبل ما يتوفى وكان بيكلمني بقى ان انا بفوش فلوس في لعب من غير فلوس وبتاع وفريق في لعب كون لعب غير فلوس ومو رحت مش رحت لتحت السكندرية عملت ثلاث موسم هناك حلوين اوي لعب ثلاث سنين في التحل اوي الموسم كان حلو اوي الثاني كان كويس برضو التالت اللي العجش في الدير مع كابتان طه بصر الله ارحمه جبت الجوان وكده او جبت حوار بعت جوان او خلس او جيتوا بان او جيتوا بان بس مش كتير مع التحت السكندرية وبعد كده رحت لعب في الشمس مع كابتان الاشرة في عسن عموتش انا عايزني كان فلوس كويسة يعني مش ان حاجة كان فلوس كويسة بس ما رحت راعي الشمس غلطة برضو ان رحت هناك مع احترام الكامل لا لا يعني كل اللي احترام بس الليفل بتاعك اعلى بس ضبط بس ده اللي خنقني بعد كده رحت كوبس في فنلندا عادت فيها فترة برضو بعد كده رحت رحت راح ماضي في فلوريانا في مالطا لعبت هناك خدت كاس وتاني دول رحت جايب مفنش بعدها بقى فنلندا ومالطا فنلندا من الشمس كنت اخر حاجة قبليها الشمس مش عارف ماليكة فرزيات ولا ايه مش فكرة والله بعد الدنيا معاك قفلت بقى وفلوس بقى عملت بقى في حاجتك فانت لعيبه كرة انا ما عملتش حاجة نفسي كان عندي مثلا عمي عربية عربيةين بي امي مثلا عصري عربية جولف وي بقى بي ام بعد كده شاقتين شاقة في حادية الاهرام بيعتك الكلام ده عايز تعيش تعيش في الليفل بتاعك مش عايزة نازل علي بالنعمل طيب مش بتدائق الكلام ده مسلا عصري العملت فلوس بص انا عيشت في التوب وعيشت في ده ومش فرق معايا الحمد لله عايش كويس دلوقتي فمش فرق معايا ولا بكسب من حاجة فالليه حاجة عندي يجي اخدها والله ما تبهرك انا عايش مبسوط كده ايه المشكلة انا ايه المشكلة اولادي كويسين الحمد لله مدارس كويسة ايه موضوع فنلندا ومالطا ده كوبسي فلندا يا رحمة ده عادة من هنا اساسا قبل ما اطلع مع انك بتلعب درجة تانية في مصر هم عادي يا لور تعالى عاملت بشة حلوة بتاع بس مكملش الجو كان ساعة تلج كنت متعود على تلج بس ازاي مش بالطريق ده لعبت يعني لعبت شوية لات اقومتش تعديلنا واحد واحد جبت جوز بعد كده سيبت هناك رح تراح على كلم واحد اسم موريس واحد اسم موريسي واحد موريسي برضو اه 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 انا بتجيله اشوف اسمه يمسجل الحاجة مالطا والله اشوف اسمه موريسي والله اسد حبيبي ده بتاع مالطا لا اسمه اسمه موريسي لا اسمه ماتسيو 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 اه 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 انت مسجله ماتسيو مالطا بقى ماتسيو مالطا انتهين تم قد مددينه في ملطا? OFFXEN بالله انا قدنته في ملطا. والله ما بأهرج. انا التحيتنا هناك وتزمت في ملطا. انتهينعرف انته chillها جزيرة كلها عروية. اه. دي جزيرة عال البحر. ما يسمعها ملطا. بعد عن الاسم انتهل. انتهل من القتيل انا قديمي كورنيش قديم القتيل. بيجروا ملطا بالبيكيني. والله ما بهرج. انتي ما تخير ربنا. ربنا ارزقني. ربنا ارزقني واتوب هناك. والله العظيم ما بهرج يعني الوقت تبقى الحمد لله باصلي وكل حاجة. بس لاي خليني بقى ايه اقل الجامع واقف العيني وبتاع وقعد اسمعك الدروس بقى للشيوخ معينة وبتاع والموضوع يبقى لطيف. وارجع بدأني كده وبتاع. طب انت كنت قادر هناك كرة بقى كنت كويس. والعابت كويس جدا معهم والله. والدوري برضو على قدو. بالنسبة في هناك في فرقة اسمها فالتة دي على فرقة هناك. وعلى تبه في فلوس. فانا ما كنت بقى لطيفة. ولعبت وبتاع الحمد لله مش عارفة وبتاع وجوان مش كتير يعني برضو بس مش عارفة تاربعة بس الدنيا مشت لطيفة يعني فهم. يعني لو في تطفل شوية في الموضوع. مسلا انه رتبت في ملطة. لا كان الف خوسمتي يورو. اه حاجة كده يعني. اه ما انت بتلعب بقى انت ما عايز اي حاجة. انت شعبت في اي حاجة. انا كنت سعادة عايزة عشان نروح اخط كامة. ولا حاجة فعن بس ما اولوش كامة. اخدت بالكامل فيستي باستي كده اللي عادي بيها. ولقيت حتى اماتر. اه والله. اه. اه. لعبت كهاوي. اه بالزبط اه. هتعمل ايه? انت مضطرت. بطلت. بطلت. بقى كيها بطلت. بجيت مصر هنا بقيت الناس بيكلمي في درجة التانية بتعطي لهم لا انا كده ازال فل. كلمتك على بجريشة في التليفون. اه سوري. اه في التليفون باكي روح تقول له نادي دي دجلة. فالحمده اللي اشتغلت في ودي دجلة. وبتاع كازي سنة وفي تدريب. والدنيا مشت معي الحمده اللي في تدريب كويس. باكي دربت فريق في الدرجة الثالثة الواحدي. بعد كده. اه. مش عايزة مرا في النشئين تاني. اه. جالي كابيتانو مصر. في فترة بتاع كابيتانو مصر دي. مكنش متوقع الموضوع يبق وموضوع جميل بالكست ده كله يعني. سواء المتحدة او سواء الناس بتا Сعوى الرياضة. او سواء الوزير او سواء كابتر محمود سعد. طبعا دكتر عشر صبح. دفعة شخصية جميلة. وحدي لطيف جدا. لحد التعامل معها تحبه. طبعا. ودكتر محمود سعد. القائم على الموضوع كله. يعني طبعا بتوجيه مسانة الرئيس عفتاح السيسي. فالموضوع كبير اوي. انا داخله مش حسه كده. داخل حسن الموضوع يعني. انت داخل فكر ان هو برنامج موا ولطيف والتفاهم اللي بحصل وهنمشي. طيلا معوضها جامد قوي. طيلا لقيت استاد ودنيا وناس. استاد ولأ دخل فندق. بص اولا ما مبدأت الاختبارات حاجة وهمية. بعد كده تخش على 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 الفندق على التصوير بتاعك على الاخراج على. بص انت بتمثل فيلم. بس الحاجة الوحيدة الحاجة الوحيدة اللي فيش تمثيل. المطش. المطش. صح. صح. انما انت كل برده ممكن تقف يديد وكلام مندي عشان يوصل بأفضل حاجة. بأفضل حب كدرامية. يعني هو انا بيقول ايه ان هو احلى حاجة فيه. بس مشكلة الوحيدة. المطش. المطش حقيقي مية في مية. ولكن هما بيحطوا تاتش درامي. بيخلوا الموضوع ممتع جدا للمشاهد. والبالك فيه في ناس متعلقة بالبرنامج ده كتير. انا انا اخر حاجة لقيت مشاهدك مئتين مليون. متخلال مئتين مليون يعني مصر كلها مش مئتين مليون. متخلال قصة الناس برا مصر. قصة اللي مش متابعة كابتون مصر شافوا برضو. يعني عارف ازاي. مفيش حد ما عداش عليه كابتون مصر. انا قولها قصة. انا دخلها عبر رحمان. ساعتها كنت نفسيا نفسيا كان في عندي ظرف كده. كنت نفسيا تعبان جدا. وداخل ما اريف وكنت اخذ مهدئاتي ودنيا مش فرق معي. وداخل كابتون مصر والله العظيم ولا في دماغي حاجة. اعمال ماشي يا بكسب. والله العظيم ما مركز بقى اعمالا بكسب. حتى لما بينقوا الفرق كان برس كان بيقعدوا متنشنين. وبطريق السيد روح ياخد ده ويتخاني على ده. وش عرفين يتخاني. انا ولا في دماغي حاجة. خدت الفرق طب تع عليه. اعمالا ماشي يا بقى. اعمالا اكسب الحمد لله خدت البطول. اه اه. بس فكيت بقى في الجو ده. انت تقمطت الاجواء بعد كده. اتعرف. بس اتبت زعك كتير اوي. اه بس بس انا جوه الملعب. جوه المسطيل الغر انا بتحول. السن ده السن ده انا مرنته كتير. مرنت لعبة دي كتير. فعرفهم. لازم تقفق دماغه. لان لو سبت له الدنيا سايبة شوية. اه. هيقلف. ودول كمان ما لعبوش كله حداشر ابل كده. اول مرة ل اللعبة دي كلها جبينها. دي اللي اللعبة اللي ما خدتش فرصة في قندية. دي لعبة كانت محتاجة فرصة. فالدنهالة وجبناهم لعبة على طول حداشر. انت بتخيل بتسستمهم كده. تمرينتين تلاتة. انا. وبتعلم. ويطلعوا بالشكل ده. لا ده حق كويس جدا. فلازم توقفوا دماغه. فالناس كلها بص في البداية انت قضوني. وعملوا عليها تيك توك. ومش عارف ايه. وانا مسلا بعمل تيك توك. بقول لها ما تلعبش معجون بتاعنا. مش عايزة لع حلقة كاملة. المهم ما خدت البطولة في اللي ياخد. كل الناس دي. اه احنا محتاجين واحد زي المنتخم مصر. هو ده صح اليمان. ما انا عارف المصريين. واحنا المصريين كده. بس في البداية بنقعد نزيد. تبعي كده. والله ما بارك بنزيد. بس لما تاخد بطولة ولا حاجة. كله في درجة بعمل الكامل. هوا انا مش عايز اقتصر برنامج زي كابتان مصر في مين اللي خدت بطولة برضه. يعني مش عايزين. نعم البطولة هي الجميلة. ازيب بص. اه مش عايزين. الك كلها. بص احنا اصلا الاتيمي اللي اتاخده. انت مش ملاقيه كله. ايوة انت بتنقل الخسران بعد كده. لا 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 لا. انت في البداية خلص. انت بعمل ساعدة بعمل قرعة. بتاخد سحب ورقة بتاخد تيم بتاعك. لا والله. انا هكلمك احسين ده. انا وانا خدت ورقة خلاص 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 كده تمام? اخدت القرعة بتاعتي. ديت لك فرقة ما تعرفش انا حاجة. المهم يا بقى اخد. كابتان علامة هو. عيماني ان اخد فرقة دي. يا كابتان علاءة. خد فضل لك اخدت. والله بعملت فيه. شخصية ازا العصر. اخد اخد ايه? اخد الورقة بتاعتي. وانا اخدت فرقته. ولا انا باكسب بيها دلوقتي. اخدت كابتان علاءة مشروع تكاسبانه. اعادت اكسك بستة كابتان شامح انا فيه. كانت سنر كامونة. بعد كده. فدت ماشا معي حلوة. قصة كومبتتف يعني قصة يعني معاك واصلة لحتة التنافس كده. نميلة. بس احنا فيه تنافس. بس احنا صحاب. لا طبعا. لان كل ده. انتم نجوم الكرة في مصر على فكرة. بحبير. يعني انتم لازم تبقى صحاب. ده حاجة لا. ده هم نجوم الكرة في مصر. يا سيكون انا. انا مع ناس غريبة يعني. كابتان اكرامي كبير. طبعا. كابتان شاحنا في العبتي معه في التحاد سكندري. كابتان عبسطار صبري. كابتان سامير كامونة طبعا يعني كان رجل يعني. طبعا. يعني رجل يعني دفع مصر يعني. كان معانا قابليها كابتان محمود. محمود ابود ده. لا ده الكاسو ده ده حاجة كبيرة. كاسو ده انا بموت فيه. طري الس طبعا سارة. سارة عرفها من زمان مع كابتان صحر الهواري. فالموضوع كان لطيف. بالكاسو ده على المتحدة. بص الشخصيات محترمة. لأ ما هو. حازم وشافيء. الدنيا هناك اللي هتطلع تطلع احسن حاجة. وعبدالله غالوة. ناس كلها جمال واحمد فايق. الناس دي بص. الناس دي جميلة. الناس دي بتحاملك بص مثقفين واحترمين. فهام. والحاجة مش تطلع تسعة من عشرة. هي تطلع عشرة من عشرة. عشرة من عشرة. ده هم بيجيبوا ا اعلى حاجة. عايزك توصل لأعلى حاجة. بيعاد لك كزا مرة كل حاجة عشرة تبقى كويس قوي. يطلعك في احلى صورة. انت حسيت ان برنامج ده حطك مع الناس في الشارع في حتة جامدة. اه سيبك سيبك من الناس بتاعات نحنا عبر رحمن. الجيل بتاعنا خلاص صبعا عارف اليماني ومش فاري معنا. ايه الجيل بتاعنا ده. انه واحنا اللي تفرج على اليماني خلاص ما عارف اليماني بيشوفه مش فاري معنا. فهام خلاص 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 عارفك اه بسلم عليك وع ايه اليماني وبتاع وتفرجنا عليك وشوفنا فيديواتك. الحاجات دي اللي بتبسطني. ايه تم وضعت اكتر. اخدت البطولة بها اكتر. اروح مثلا اكاديميات بطلب في اكاديميات. اروح اسلم على الولادة صغيرة. تخلي مثلا بتتصور مع مع مية وخمسونة واحد. كل واحد لوحد وكده. عارف على قد الفرهادة دي بس تبقى مبسوط. ايه صح. عشان الولاد ده مبسوط فهام? بتتكلم معهم شوية بتاع الجو ده جميل يعني فهام? الجو ده لوحد كان مفتقد يعني ا او زي امامكش بحبه وانا صغير لما كنت تتعطي تصور كتير وكلام من ده. بس دلوقتي انت 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 حبه. فهام? انك تبقى معروف تاني تبقى في الصورة تاني. ايه. دي حاجة وحيسة. حتى لو بشكل جديد. يعني حتى لوش يعني حتى قدام ولادي فهام بتبقى جميلة. طبا. قدام ولادي في البيت. يعني بص بابا. يعني دي حاجة انا ببسط لها والله. صح والله. لما حد يقول لهم ده بوقف محمد اليماني. انا ببسط دي. بس انا بالنسبة ل محمد اليماني. ولا فرق مع اي حاجة. قسم بالله ولا اضطراق. والله ولا. وعايش حياتي طبيعة وبعمل اللي انا عايز ولا. مش عارف مين بيقولي خلي بالك لما تجي. خلي بالك من ايه. انا هفضل زي انا عايز زي انا عايز زي انا. طبع. كلي اعايز يمسك عليها حاجة يمسكها وخلاص. مش فرق معي. اي 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 كده كده يمسك عليك حاجة. كده كده حتى لو عملش حاجة هيتكلم عليك. خلاص. فيتكلم احسن بقى بحاجة. الفترة اللي بعد اللي انت بطلت فيها دي. كانت فترة نفسيا وحشة. قوي. عدت فترة فترة بقولك عملت. انا حسيت كده يعني. عملت بيع وبتاع وحادش عايز يخدمك من رجالة اللي هو صحابك او حبيبك. اللي هو مش تكلم عن قسامي حد مع عينها. انا مش عايز قسامي ولا عايز تقطيع ولا عايز حاجة خلص. انا مش قطع حاجة. انا مش قطع حاجة. انا مكلمتش. انا مكلمك عادي على مطلق ولا عشان الناس ممكن تبقى فاكرة. انا داخل عايز اغرس في حاجة. والله ما عايز اغرس في حاجة. مش قزي والله انا مش كلم في حد انا عارف يا والله انا مش عايز اتكلم. بس انا في فترة دي كنت بحتاج حد يبقى في ظهري. حد يصبرت لي. حد يزوئني في حتة. فبس اول حتكلمتك بتعلم بقليلش بصراحة هو صار راجل بصراحة ما تأخرش. انت بتتكلم على الناس اللي استجابت. مش هنتكلم على اللي ما استجابوش. بس هنتكلم على الفكرة. ان انت مثلا في زميلك ميلت عليهم. انا كنفسك تناولي ده روح تعالت معاه. وكنت همسك. بس كابتان احمد الكاس تحسين عبداللطيف سريمان? انا بسراحة مبكشش. اه 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 وكابتان احمد الكاس ممكن يمسك اثنين وتسعة. اوكي. فخدوني مع طهرق مش مشكلة. انا كلمته مع كابتان بركاته وكابتان حازم ودشه الله لك بايزن الله لو فيه فرصة وبتاع. فمستني يا الله اعلم. يعني انا ما عرفش. ما هممكن دي انسيها. شيتو سمسك الفين وخمسة. ربنا يكرمه. مع جهازه. انا ما طلبتش ابقى رقم واحد. بس عايز اخش في الدايرة دي. ايوة. مع الدايرة دي اللي بيخشها انت فهل? انا بقول لك بيادة ما ورقش. تفضل موجود. بس انا نسها بأكيد لي انا اصرابوس انا خدمت البلد. دي عدتوا منتخم مصر. واخد بوتولة الناس كلها لغاية اي اي منتخب بيجي لعف شباب او نشيل. بيقول لك يا رد تعملو زي الجيل بتاع الفين واحد يبقى محمد اليماني. صح. طب فان محمد اليماني? حط محمد اليماني بقى في المكان اللي هو يستاهله. انا مش انا مش انا مش انا مش حتى كرول موديل يعني كناموذج للولاد. بس 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 انا ولا بزن ولا بقلل من نفسي انا بقولها مرة اللي هيخدم هيخدم مش هيخدم خلاص. انا في ناس اسلي بدوع تقول لي لأ خليك متواجد واتكلم كتير. انا ما بعرفش زيني. مش بتاعتي. انا بقول لك انا موجودة اهو. انا عايز امسك في كزا. هتحطني معك في الصورة حطني. مش هتحطني خلاص. فهم بس. ده اللي بعمله. ما بعملش تكلم كتير. والله. كان بيتونه مصر ربنا اللي بعتالي. مش انا فهمك برضه. فانا كنت قاعدة هم كلموني. اتفعوا معي الكلام. لقولي بتكلم معهم فعادي بسهولة اه. خلاص انا ما فعلو انت عايزينه كله. خلاص. يلا. بس. طيب يعني انت بتكلم انه في الوقت دوت كنت منتظر مسلا ان زميلك يلجيلك اللي هما دلوقتي في مناصب يبتدي ان هو يتعاون معك. اي حادي من انت قفت معاه. من اللي انت ساعدته. من اللي انت مسلا كنت صاحبه قوي حبيبه. سهلا يعمل كده بس يحطك في اي منصب بتاعت يعني انت واحد من الجوء. مش فازة تحطني في حاجة جمدة يعني. مش عايز حاجة بس حاجة انت بتفتح بيت وعندك عيالي. طب الكلام ده ايه فهم? بس في الفترة دي اللي وقفت جمبي جدة الولاد. جدة ولادة. اه بصراحة يعني وقفت جمبي جميل جدا. انا اعتبرها امي. فهم? انا حاليا منفصل. اه. فهم? بس محبها جدا وبقابلها وبتيجي للولاد اسمها علي وفيش ايام شكل بنا. انا حتى اطلع ماسك الدراكة مش عايزة. اه. اه والله يا فهم? بس في الموضوع انا انا. بس عارف يعني انا مش عايز والله اضغط عليك برضو. بس انت ببعنك بتتكلم يعني بنفتح شوية. الواحد لما يعيش ده. العيش يروح. انت هتقول لي يوفينتوس بيكلمني. بعد ثلاثة اربعة سنين. انا انا في حالة محتاج ان حد يوفر. انا عارف يعني. الاسمسير ده. انا ممكنش بفرم عفل هوس. كسين بالله ولا بفرم عصرف على مين ولا مش عشان حاجة. عشان عارف تحب كلهم حدش اللي كلهم من سني ولا واحد شغله ولا واحد بلعب اخرج في النادي ايه. مواضين عادي تلالتالاف جنيه في السنة. فانت بتخرج فانت مضطر انت تشيل الليلة كلها. اه عادي. مش مش تناكة مني. ايو ايو ايو. انا بحب رجال اصحابي. طب هنخرج ازاي. ما مش احدش يخرج كده معي. اتفهم مصدي? ايو. والموضوع كله رطيف يعني بتكلم في كلام فاضي يعني كلام. اخرج ايه مسلا يعني. لا ايام كان يعني. بس ساعدين قاعد حالهم مع بعض. وساعات فانت. وسعبت عزم برضو من الرجالة بيعسموني مش كده. ما لما ديني وقعت معي وتعافيشهم كلهم. تعالوا بقى رجالة. بسم الله. خليم يا عزموني يا عزموني غزب. والله بسمع عليهم. بس الحمد لله فترة دي انا بحاول اعزل الفترة دي. اه. انا بكلم ان الفريق ده ممكن يعني مش كل الناس تستوعب. الاتنين اولا انا عايش بسيط خالص. بقيت فجأة في الطب في اوروبا. ده ده فرق في ناس ما ما بتعرفش تستوعبه على فكرة. والعكس بقى. وفي فرق. جيت وزيلت لقلم البسيط. اه. جيت نزيلت لقلم بسيط. بس هولك الحاجة انا حمدت ربنا على كل حاجة. اه. اتكس كلها بس. ما تعرفش بقى ربنا بقى ربط على قلبك. ايه اللي حصل لك بالضبط الصلاة بقى ومش عارفة. فكنت حاسي لديني حلوة. التزمت بقى. انا كنت ملتاز مدتيوب. انا كنت بصالك بص الصلاة بسبهاش. بص مهنة ما اعمل اي حاجة صلاة ما بسبهاش. ده حاجة مش بمزاجي. ده فرض علينا. بعيدا اي حاجة بقى خالص. ده فرض علينا. اعمل بقى بسيط الصلاة ما بسبهاش تمام؟ التزمت الفترة بعد التزم بعد التزم جاء لي بقى ده برضو بعد الاخراص جاءت تانية مش عارفة يهو. في الفترة الانتزم. اه فعلا كنت في الدروبي ده كنت في الضياع بس كنت ملتزم. كنت عز اني مستريح لفسي. ربنا بيبعث اللي بيبعث معالي تحمل برضو يعني. ربنا رزالي باي? بوادي دجلة. قلت راح ملتحك قلت راح فين? الاخر بتاعنا كان ازاي? قال لي لا تخفاها دي. هو الكابتان عالي طبعا مش هيبقى ضد الفكرة بس هو عايز يبقى شكلك يعني مع الملعب. اه هو عارف اليماني وهو صغير. هو بتكلم عشان هو عارف انه صغير. مش مش ضد الفكرة اكيد. لا 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 خالص. كابتان عالي بيصلي. على طول. ايو طبعا. عارف طبعا. والله العزيب حاني شخصية جميلة. بس ما عزي ما حدش يفهم بغلط. لا لا انا دخلت له بدأني كده واو مرس استغربني قال لي ايه ده يماني. انت راح محمد اليماني اللي لا لا اعرفه يعني. اطبع من زمان كنت بخش قده في واحنا في الناشئين بخش قده في التلاجة وبتاع عقب مني حاجات بتاع ريك يعني. كان بيحبيني هو قبت الامير والله ارحمه. فبس فالمهم اقال لي بس اخلي شكلة متناسب مع الملعب وخلوق. انا بصدق تفصرح ولقيت حد بس بيزوقني كده على الموضوع ده. تيك 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 في مرة فالتاني راح تشيلها خلص. اكي. بس رجعت بقى تاني محمد اليماني تاني. بس ملتزم كل حاجة. اما دي ربنا بس واحد اعلم يعني انا انا عايش حياتي يعني بس مش عايش حياتي بضر حد. يعني انا عايش حياتي ببست وكل حاجة فرضي بعملوه وحاجاتي بعملها الخير اللي ربنا اللي واحد بيادره بس كده انما ماليش مش 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 ملاك. انا مش ملاك. عشان ما حاش يفكر لنا ملاك. انا مش ملاك. انا معنا صريح. بس بس ربنا سترني الحمد لله. رب يسطرنا على طول يعني. اجواء الكرة في مصر اه انت بقى برضو يعني انت راجل اللعيب جامد اصلا. امكانياتك كانت ما شاء الله. كنت كنت كنت. ايو ايو ايو. خلاص انت اعتزلت. اه. اه. لكن ما تيجي مسلا دوقتي تشوف اللعيبة اللي موجودة. بالارقام. بالارقام والله ما بيعرف. بالاتيتيود بتاع بعض اللعبين. مش عارف ايه. انت بقى وانت اعاد كده تقول لي. ايه. ايه الملايين اللي بتتاخد دي في لعيبة بتعافش الباصي. والله في لعيبة. والله هي لعيبة. بص مع احترام الكامل ليهم وترزقهم. بص. دي حكا بتاع تربين. هي. الوقت غير الوقت. التأدير بتاع ربنا. والفلوس. انت بتقول لوقت غير بس هي اصلا. الضربة اصلا من ساعة الاربعين مليون بتوع. اه. صلاح محسن. هي دي اللي باص. اللي كورة في باص كدينة ماشى كويس في الهدوء في الخمسمية. في المليون. اه. ايه اللي اربعين مليون دي? وفين صلاح محسن دلوقتي? على فكرة هو لعيبة كويس. ده ده على فكرة هو هو امكانياته. عالية اوي. بس هي مش ماشى معاها. بالزبط. بس هي دي كاسة لا. بس انا بتكلم في حاجة. في لعيبة مبتعرفش الباص بتاخد مالينة وبيعيب كده يطلعوا وتكلموا. تكلموا على ايه انت? نحمدوا ربنا عن اعمال اللي انت فيها. احنا لو 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 المبالغ دي كانت على ايامنا. مش مش بكلم علينا. ده كان فيه قرود كورة ساعتها. ده كان فيه لعيبة كورة في 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 ايامنا احنا. بيكلموا كورة. مين من وقتها يجي دلوقتي ياخد تلاتين واربعين بقى? عمين. من ايامك? تقول ده بتكلم على الناس انا عرف. ده فيه ناس من 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 الاجيلة التانية. محمد ابو العلم مسلا. محمد ابو عيبة بتكلم. فيه كانوا ياخدوا كام بعدول دلوقتي بقى? طريق السعيد. طريق السعيد دماما. والله. لعيبام داوي. ريفالدو. ريفالدو. هو بس بموت معاه. بس هو كان لعيبام داوي. حازم امام عبسطار صبري. عبسطار صبري. بتكلم في ايه? عبسطار صبري ده تديلو كام دلوقتي بجد. لا 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 كامل ايه? بيحط رجل علي بياخد مئة مليون لو عايز. صح. تكلم في ايه? ده واحد انا بفرج الفيدياته انا مكتش عرف انه هو كده. انا اتفرجت الفيدياته. ايه اللي بيعملو ده? انا بقول انا دائما بقول صبري تحطه في مقارنة مع رولانديني. لا لا بس انا بقال لك لازم اقوله قداما كده يا سترة انت اخر مرة في كبيتون مصر اول حاجة مكتش داخل البرنامج ودخلت وخسرت وطلعت. كابتن سامير كامونا ما كملش ودخلت مكانه وخسرت وطلعت. اه. انت جاي تعمل ايه? مش موفق انا عملك ايه بقى? يا سترة خليك براحتك. بس هو عمل اه في بورتغال برضو اه. هو نجم. هو نجم. هو نجم. كفاية كفاية اللي رونالدو قالك ده ده مسلا اعلى ليه. دي كفاية. حصل حصل. حقيقة ما واحد كان توب قوي على فكرة. على فكرة في البداية واحنا انا طلع في بلجيكا. انا كان بتيجي على صغارة كده برضو من هما النشئين وبتاع بيستغربونا احنا بنلعب. انتو زي حريفة كده. ولو هم عارفك فيه ايه باحرف مننا في مصر. انا في واحد كان اسمه احمد حسين. اسمه روماريو احمد حسين. اقسم بالله اللي علي العظيم يا عبد الرحمن. بيكلم الكور ده بيخاب الكورة. كان بيلعب مطشرة اهل وزي مالك بيلعب. في الاسماعيلي يعني. الاسماعيلي. انا اكبر مني بتلات سنين او سنتين. يقول لي بصيلي كورة وجري. والله العظيم انفراد. بيرقس اي حد وبيدي كبال اي حد كان حريف قوي. بس دي دي اللي ضيعته. لو كان عايز حد يوجيهه صح. او حد يهتم به. دي اللي ضيعته. هو ده اللي قائب المصري بقى. يعني عايبو السمو صراحة دلوقتي. اللي بيوجيهه صح. اللي مشيه على خطة صح. هو عايز حد كده. او حد يمركز صح. بس زي ما بقى ما كشفي الكلام ده. زي ما كنت بقى بتغيب وتروح تمرين براحتك واشعر فيه وكلام من ده. زي دلوقتي. طب انت كنت برضو كان عندك حد بيوجيهه كنت اتغير? اه. ولا ملحقتش اصلا تخش في المرحلة اللي توجيه. ملحقتش. لان لو لحقتي لو حد نوجيهني بعد الحدسة كنت ممكن اكمل في بلجيكا شوية او ولعب شوية تاني. انت يعني جنينتيني في حتة ان انت بتقول لي بعد الحدسة خانو عايزين يجدده معي وانا مرضيتش. بس بعد الحدسة ايه في اخر سنة لما انا بلعب. فوقت بقى. اه. اه والله انا اكسم بالله لعليه العظيم والله العظيم الكلام ده حصل. وربين حسدني عليه. قعدوا معي بضعف مرتبي. فانا مرضيتش. يعني انت كنت بعد الحدسة اهدني تمام مش الحدسة بقى. لاجبت مرة شو كتير حلوة. الحدسة الخلصة الحدسة تعبيتني في اقوقي كتير. اي هو. سنة كاملة تعبان. ورادمنا عليها بقى. سنة كاملة بموت يا الابر company انت. ويلا مؤسر عليك لغية دلوقتي. لا دلوقتي ايه دلوقتيこんأ احد بيكلمني نصل في جهاز وهدسة. عشان نطلع من آقار. ههههه. ملاش عن حدسة. ايه لبقى. تضرب بعض ملاحى من الحدسة. ايه لبقى. لأ يعني انا بتكلم بجد فكورة انت تغطيت الحدسة تماما تماما خلص اه فكورة اه فعلا ده هي مش اقول لك مش اقول لك زي الاول احد لا بس بعدي من اي حد وتاع ممكن رتمك الخفيف قوي بس ايه ممكن تعوضها بالبس سريع كلام من ده بجد تشتغل بجده بس مدل ما هلعب في في طوب في اوروبا هلعب يا سيدي في لا هلعب برضو طوب بس انا انا وانت برضو ما بيكبر برضو انت عندك اللي هيقة بتقل فاهم مدد تتكبر بتكبر بتكبر فاهم بس لأ يعني جيت لقيت اللقيت مع التحادسة كناليف الاول سيزن بتعمل حكاية مع كبتالة يوسف حكاية الناس كانت شايفة اللعب اعنى فيه مدش عملت قدام الاهلي كلموا عليا فيه لما طلعت الحاجية جون فينا كان عمل متى اجابة جون في تدية تسعينة ففي حاجية تعملتها حلوة وفي حاجية بتبقى وحشة اللي انت اصلا في خلفية عملتها وحشة كصهر كخروج كا 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 نعم لو انت اصلا ملتزم مليون مليون المية بتبقى طوب انا في البدايات كنت ملتزم ايه كنت بخاف خافنا اي حد انت التوجيه اللي كنت محتاجه ان انت اخر سنة في ستاندرد اللي ايش صحا لو انا كنت اكامل زي ما بدأت في سفر اوروبا وكنت بخاف اخرج مع الناس وبخاف اتعامل مع الناس بخليني على قد اللاعب بس وبتاع ما فيش صهر ولا اي حاجة او مع الاده صحابي الافارقة اللي هو جوزيف يوبو ولا افولابي ولا جوزيف نكاريري ولا جورجي بلاي جوزيف هو المدافع او افيرتون والله كنت بديله كباري والتاني كمان كان دانيل فانبويتن يا لا هو كان في واحد اسمه اللي كان كانت في فريق بتاعنا اسم دراكتونفيتش كان بيموت ضحك لما اخده الكرة وروح عليه واحدا لو احد كنت اكسم بالله بضحك عن الفرق عندي وكان معايا في المساك في التمرين بس اللي هو على اده بس كان لازم بعد تمرين جيم لوحده اتمره لوحده اللعبة دي اللي حايزن هما دول بقى هما دول بيكملوا هم دول بقى هلو كده انت ما ما حاولش انت مثلا تشتغل على ناسك في حيثة التدريب مثلا دورات تدريبية انا ااخد دورات تدريبية ااخد دقات البي ااخد البي او انا بستاني لاخد الاي والبرو بس هما اغلوها انا بسراحة ديك بستاني مستثمر حد يسبونسر الدور لا 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 خلص انا بهرج ان شاء الله كده اخده لما تنزل. انا حسيت ان يعني الاسعار كتير قوي يعني. المشكلة انت بتخدها بتروح في الامارات او القطر او السعودية ولك عايزين اساوية. فانت بتتلغبات برضه. لازم تعمل هناك او تعادل. فانت انا برضو بقول بفكر ايه. انت بستاني اخد التانية على طول. الاساوية. على طول اه بالزبط اه بالاول. وبدل المدفعينة وهنا فهم? فحسب. مش عارفة كامل في التدريب ولا لان اصلا شغال مع واكيلها يعوين بلجيكي اللي هو رجيكي. شغال معا لعب في العيبة مصرية هنا وبتاع. والله. وطلق احمد مصطفى قبل كده. ايه. بتاع بتاع بيته جد. وان شاء الله في لعب الفترة جده يطلع. بس ان شاء الله ما يطلع ويمضي ان شاء الله بقولك عليه. بإذن الله. بإذن الله. طلعت احمد مصطفى. بس احمد احمد عمل حركة مش لطيفة. احمد في مش مش لطيفة. هو حظه مش كويس. لعب في ماش واحد قاعد احتواطه بنزل. بعد كده المدرب بتاعه في الفترة دي. احمد عايز انزل عشان قال لك الفترة ليه فيها التوقف وبتاعه عايز انزل عشان جيب فيشوش تشبيه. هو عامل اقامة على طوله وسهل أو مش عارف ايه. ومن بنزل رجع. المدير فن يتغير. او مدير بتغير. فالب تزبقها في الجديد. حظه. في الجديد ما حبهوش. اه. انا اسماعيت ان هو برضو كان يعني عايز يرجع او برضو الغربة كانت صعبة بالنسبة له. لا مش موضة غربة خواهي. سواكصة بولها في كده. بس ده اللي حصل. فكده رجع على اسماعيلي بعد كده في السعودية تار اجنبي هناك تورجع كده? انا معروفش رحمة الى مولدين السعودية. اه مولدين السعودية. هم في مكانين هناك غير الاجانب في مكانين للناس اللي مولودة في السعودية. يعني انت لك تمن اجانب واتنين اجانب مولدين في السعودية. اه. فعشان كده هو عنده دايما فرصة في الحلقة دي. اول مرة اعرفها منك. لا بس عارف بقى طرفتين لعب بتاعك. لا 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 اما انا بس خلالها. كده انت الفترة دي يعني انت ما بين حتة وكالة اللعبين ولا انا بالنسبة لي رقم واحد وك يعني لان اكتر واحد ساعدني هو الرجاع روديه. اللي هو كان وكيلك زمان. كان وكيلي زمان يعني هو جي هنا جي كزا مرة في البدايات كنت بروح معا كده فور فري وبتاع بيقول لي تعايا بيحكيزي في الفوندو معا ونسافر معا بص على لعيبة بتاع. مرة اتكلمني عشان اشتغل معا في القصة دي وهو يزبط لي مرتبه كده. قلت بقى عطولة نفسي في تدريبه كده. فاجات في مرة وقال لي خلاص لقى دينيا بص بايزة في التدريب هنا في مصر. قال لي بص الدينيا عامل ازاي. خليت معا او انا ازبطت. فانت بقيت معا في الشركة او بتاعته. بقيت معا في الشركة او بتاعته. اه حتى لو دخلت انا لبيتنا بس تغرب حتى مسيو ده اللي بتاع عملت كان عايزت ايجيب لعيبة عن طريقه. لا اسمي في الوك الوكالة عنده بتاع. قلت شغال معها. اوكي. في الوكالة عنده ما اروح ما احطوط حتى في الاترنت. بس انت مش شغلت جوة مصر بشغلت الفكرة. انا شغلت جوة مصر بس باخد يعني لعيبة من مصر وطلع برامس. اه انا قصدي انا قصدي مش مش بتنقل جوة مصر. لا 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 حد يكلمني كزا حد يكلمني جوة مصر مع ليش فيها. اصل هو تكفير السيئات في اللي جوة مصر ده. ده ليش فيه ده ده لي ناسه. ده لي ناسه. وليه سببته. انا مش مش بتاعتي. انا بشتغل في النظافة بخد الهوة. وكمان ايه اغلب اللعيب هو اللي بيشوفها اسيسا قبل ما انا شوفها. او بقول يشوف ده وتابعه. فانا بديله الكونفير. هو عنده برضو سكاوتينج. هو عنده برضو سكاوتينج بالضبط والموتشاب بتاع المنتخب. اغلب اللعيبة بفرج اللعب المنتخب. ايش ايه اللي هم الصغاري. اكتر الناس. وبيجي انا يقعد معي في الفندق بتاع كزا يوم بتاع انتفرج على الموتشات وبتاعه. انا بتتابعه. يعني بعرف معيد الموت بداية. عشان دي دي احسن نقطة لي. بيحب يبدأ بيهم. بلجيكا وبرتغال وحاجات دي احسن بداية. بلجيكا ولان ده مسلا ببرتغال كلام من ده بيبدأ فيهم وبعد كده هو بيزبطه. حاجة جميلة كمان ان انت يعني واحد ما شاء الله عمل التجربة دي في الطب في بلجيكا فبتبقى انت مع اللعيب يعني انت حاسس بي كويس. بالزبط. حتى هو هيصدقك يعني عارف انت. لأ 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 بتشوف اللعيب ده اللي ينفع على بلجيكا ولا لأ. لأ انت اللع هناك وعارف الكوصة مش ازاي. عارف تمرين عمل ازاي. رخم واحد بنزلوا هناك الفتنس والكوة. المهرة دي لو عندك جديد. تلو عندك فتنس والكوة بتروح بتهدف وبتاعه عندك مهرة اوفر. خلاص شكرة. خلاص. مهم يدوا كان بيعمل ايه. مهم يدوا كان بيخودهم بيجربيهم. او الله ما شاء الله. عندنا يعني ماواهب تروح تكسر الدنيا هناك. مش كله. مش اللعيب اللي بحسن. فيه العيب اللي بتحسن نفسها. مش اللعيب اللي يقعد رأس وبتاعه. اللي بالدنيا. لا اللعيب اللي بيلعب ايجابي. وده بقى دي النظر بتاعيته. ايجابي. عارف قليل بكرة هتجيله هيعمل ايه? ما فيه لعيبة بتبقى حريفة بس مش عارف هيعمل ايه كرة جيلو. مش ما هيشتغل عليه برضو وهيطور. هو عايز لعيب قريدي. طور يا طور في لعيب هكاملت مشاركة ده خلاصة. مش ده اللي بتطور. هيكمل سمانتاشرة سنة خلاص. يعني انت كبر. اه. لا احنا انت عارف عندنا اتنين وعشرين وعشرين وعشرين. ايه با لسه. بيعمله دوري يا فنو واحد. لا لا. احنا عندنا مواهب كتير في مصر على فكرة. كتير قوي. بس زمان كانوا بنشغل لهم صح. دلوقتي مع العلم بنشغل لهم غلط. لاني بقى ليه? لان انت اصلا بتعيي مدربين اصلا اولاد مدربين اولاد ناس كانوا عبيد كرة. المنظومة كلها شغل غلط. الناشئين كلها في مصر شغلين غلط. الاستثمار بوز كل حاجة في مصر. بوز كل حاجة في قدية مصر. مش هتحك على بعض. يمكن السنة دي بدأت تتزبط. طبع بعيدا النادي النادي الاهلي يمكن. الموضوع عنده ملموم شوية. عشان هما متابعين اكتر وحاطين نجوم كتير. ازا مالك مش ملمومة اوي. الاسماعيلي بدأت تتزبط السنة دي. السنة دين اللي فاتوا كل او عم مسيح وكابتن اشرف خدر. الموضوع بقى وكابت عامد سلمان. الموضوع بقى في يعني محكوم اكتر من قبل كده. ايو. كويرة كلها. بس كويرة بس. انت كنت بتجامل مين يا كابتن. انت كنت بتجامل في تدريب في المدربين. في التأسيس. في التأسيس. مين ابن المدرب ده اللي مش فهم اي حاجة تأسس. ما احترامي ليه. انا ممكن احط رقم 3 او 4. ماشي حط رقم يتعلم. يتعلم. ايه المشكلة? احنا كلنا كده. صح. انما رقم واحد ده ما ينفعش يبقى مش فهم حاجة. عد عشر ما يكلم ويبقى فهم. او الله يجب بقى فهم حاجة. ايوة انت بتعلم. تعلم ناش. يعني اول حاجة بنستلمك للكورة تستلم ازاي لاتجاهك جون بتاعك ولاتجاهه جون التاني. هتكسب مساحة فين احسن. هنا ولا هنا. فانيا بقى. بس مع اللقائبة مش فهمة كده. هتستلم بقى نهي رجل. في واحد اسمه يونس كان جيش في دجلا شوية. اشتغلت معنا شفترة جد. والله يبقى في تمرين 3-4 ساعات. ما بيجريش. بس كله تاكتك. كله تاكتك. تاكتك تاكتك. طلع العيبة بقى مين بقى? طلع كريمة دي بيسي في الاهلي. باكليفت. زعلوك الفيرود. ايوة. في عمر واحد سمع عمر واقل. عمر واقل عارفه في بورتغال دلوقتي. عايز ايه. ده ده جيل خمسة بتاع دجلا. كباكة. اهو ده اللي عمله جيه هو ده ويوليس اللي عمله. انت عايز تقولي ان المدرب هو رقم واحد. الرقم واحد ان يأسس لك صح. تجيب واحد اللي الناشئ عندك يأسسو لك صح. عشان يتلقى. المدرب في المصر هيتأسس ازاي اللي هو بيمرنا الصغيرين ده. وهو اصلا كان ست سبع سنين ما فيش دورات تدريبية ما فيش اي حاجة. دا ما هو غالية. غالية جدا. لا 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 كان زمان كابل بلاش. كان كلام فهودي. ده شغاله خلاص. وما جيبش محمد يميش محمد يميش محمد يميش محمد يميش تعال درب. لا. مش كده. انا بقولك والله لازيمة. عكل. اختبرك كل. لو انت عايز عندك. يعني اقولك ايه. زي بتاع المحلة. جاب واحد اجنبي جيب عامل سيستم كويس وبتاع. الدينية كنتمشي كويس. بس هو الظروف تاعتهم كده. والامكانيات هي كده. ايه كده. لو جبت مسلا دجلا مسلا شغال بالاجانب. بس انا انا بصراحة مش معترف بيهو. اللي في دجلا. والله. ده فيه اصلا الواحد المدير بحوص المرمى اا اخو في دراندروني اللي كان اللي حارس المرمى عادي في الجيك. اخوك انا حارس المرمى عالمي. بس هم عندهم حد السكاوتين كرواتي كده. ماريو. ماريو. فانا بقولك انا مش مقتلع بماريو يا عبد الحماني. يعني موحلت معاها. هو هو اه هو اه هو اه هو بتكلم فرنساوي. اه. اه. محاجزين فرنساوي بس هو اصل عربي. شخصية جميلة وبيعلم صح اه انا لما شفت ماريو وشفت الدنيا. اه اه وطبعا في اناس كتير او مشت من دجلا ما اعرفش ليه ناس. طبعا وكيات نظر برضو يعني اه. اه. بس الناس قلها بيتحبي مسلا الواقي سائل. وبيحبو لغاية دلوقتي بس هما الناس مش مقتنائي اللي مش يوليه بس فربنا يكرم لمنزومة دي وترجعتني للممتازة لشان دي اصلا منزومة كبيرة يعني لا ومنتجة للمواهب حقيقي حقيقي متلها لعيبة كتير كويسة جدا من انا بقول لك كتير قوي كان انا اشتغلت في دجلة كنت باكسب الاهلي وانا بالنشئين والله بكده كمعايا محمد محمود دعا في الاهلي 6 الاهلي 4-0 عندي في دجلة خالت تاني دوري كان امبي اهلي امبي انا اهلي وكنا متعادل مع الاهلي الراح جايه بتاعك المضاق في اللعيبة كتير بوبو كان معايا محمد رضا اللعيبة كتير كويسة في حسام الريالي كان بلعب في الجيم جي لا وفي ما كتير بقى الجيم جي دي هلالو عبدالعطفي مش عارف لا دا حاجة تاني دور جيل 95 دا جيل فنفسي والله ارجعتني للممتاز وانا اعتقد اي احد يعني نورت الدنيا يا خبت محمد وانا مبسوط جدا انا زنتها لك عشان تيجي طبعا حد ما جيت لا يا حبيبي على عيني حبيبي لا لا انا بشكرك شكرا جزيلا واتمنالك كل التوفيق يا رب لا بس بعد كده بس لدي خبرك بس عالمها فيكم برد عشان كانوا وقفوني بره كانوا وقفوني بره لا لا بس غالب ما 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 عرفوش بس تلو المرحوم محمد اليمان نورتنا يا كابتن واشكرك شكرا جزيلا دي كانت حلقة النهاردة من جول كاست ضيف مميز جدا كالعادة وقصص وروايات اشتركوا في القناة